بداية مثالية بأهداف معلول وكهرباء والسلية الأهل يهزم المقصة 3-1 بعد مباراة جيدة وخاصة في الشوط الثاني في بداية رحلة الحفاظ على اللقب كابتن شريف بداية موفقة وانتصار مستحق الحمد لله يعني من بداية المباراة واحنا شايفين اسلوب البيلعب بمصر المقصة وكابتن ياهب جلال الحقيقة مدي فرصة لعيب النادي الأهلي بالسرعات الموجودة عندهم في الانتشار وفي التهديد لكن ده ما انت قلت في الهفتاية من حكاية الوف سايد جيم دي جديدة علينا احنا برضو بقالنا فترة مش شفناش في الملاعب يعني وقصة ان انت تاني يا كابتن ياهب بتلعب نادي الأهلي بتلاتة اربعة تلاتة دي صعبة شوية قوي يعني المرة فاتت برضو من سنة كده او من سنة عادل ولا من قد ايه اه حايا وكان رد الفعل بتاع النادي قاسي جدا النهاردة برضو كان ممكن يبقى اقصى من كده صح هذا الشكل لازم كابتن ياهب جلال يراجع نفسه ولكن النهاردة زي ما انت شايف ان ميستر موسيماني بيبني تيم الحقيقة بيدخل لعيبة بيشوف كل الاعراض اللي كانت موجودة ورجعت بيديها الفرصة انها تبقى موجودة بيحاول يعمل جيد جدا اذا كان خارج الملعب او داخل الملعب سرعات فنيات عالية جدا مازال افشل حقيقة بيعجبني باسلوب وتعاكم في الكورة ناردة كسبنا ناصر مهر الحقيقة العيب كويس قوي عنده ثقة في النفس ازاي يقدر يضرب خطوطه ويعدي ويقدر يعمل باس ويقدر يروح هو ويشوت يتمنى بس ان تكون اصافته مش جامدة ان شاء الله بإذن الله هي يعني التكوف اللي عمل وقع على الدراع بيبقى يمكن رد او جزع في الدراع ان شاء الله ما بايش اكتر من كده بإذن الله يبقى ما عندناش خسارات خالص النهضة السلس نقاط وكل لعيبة الحمد لله بشكل صحي بكل حاجة كل بيتمنىها الجزء الفني والإداري لعيبة كمان بتاعتك لعيبة مش حولك تعبانة او منهكة لا من الضغط النفسي اللي كان موجود فتح طبيعي او يا كابتن ايمان انك انت تلاقي هزا الشكل وورا يحوس يا كابتن اه وتلاقي ان هما النهاردة عايزين يعملوا كور باس 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 في شكل برضو كتير مش الكورة الطويلة اللي اجبرنا على الكورة الطويلة دي تاكتكس اللي بيلعب بيها الكابتن هاف جلال فالف مبروك حاليا في المباراة دي لعيب النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وإلى ان شاء الله يكون فيه اندماج اكتر لجميع اللي عبين مع بعض ويقدر مستر مسلماني يحطلنا شكل جميل كده على السرعات وعلى الفنيات اللي هو بيحلم بيها للنادي الاهلي في المطشاط الجاية بإذن الله بإذن الله كابتن هاف جلال الف مبروك من نادي الاهلي بداية جيدة وفوز مستهى الله أبري فيك يا عيمن مبروك تاعت نقاط مهمين جدا في بيئة الدوري بعد اسبوعين الفرحة اللي كان لازم يعيشهم لعيبة النادي الاهلي وجماهيره شوط أول متوسط لكن شوط تاني عتأخذ النادي الاهلي فرض اسلوبه اللي عجبني دائما في النادي الاهلي حاجة مهمة جدا يمكنك تشوفوا الكلام على العيب وحاليتهم أنا عجبني الحالة البدنية اللي فيه لعيبة النادي الاهلي ما بيننا كان فيه ضغط مبارئة الموسم اللي فات زي ما نقول بقى كبير قوي والمودو قليل قوي لكن يحسب للجهاز الفني إن محافظ على الحالة البدنية اللي عيبت النادي الاهلي. ممكن بداية المباراة زهنيا اللي عيبت اكشف المباراة قوي. اهدف او مبادري اوي لكن بعد الهدف دايما فيه راحة. وزي ابو قلق حصل ان ده لعيبة المخصصة دخل في المباراة اللي لقوا مساحات. لكن اه الشهودة التانية اعتقد كان فيه كلام مع مستر مسومالي بين الشوطين. ممكن يبقى كلام جامد شوية. اه. انه ما ينفعش بقى واحد واحد بالنتيجة دي. مع وجود اخطاء كتير جدا. النهاردة عدة اخطاء في فريق مخصصة. حد سوالة حركة. كل حاجة. كل حاجة موجودة في فريق مخصصة النهاردة. لكن انت ضيعت الشوط الاول ما استغلتش الشوط ده. طالع واحد واحد يشوف نتيجة واحد واحد ده. يقول ان الشوط متكافئ. لا خالص طبع. لكن الشوط الثاني واضح الفرقات بين لعيبة النادي الاهلي. حكتين مؤمن جدا ايمن. حتا فردية بين لعيبة النادي الاهلي. والحالة الجماعية اللي عبت النادي. انت عسلت. فضل. 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 هن ناخد زميلنا فروس صلاح. ومعا لقاء مع الكابتن سامي امصر. كل التحية لك يا كابتن ايمن. وكل التحية لديوفك الكرام. مبروك تلات نقاط مستحقة. بيضعها النادي الاهلي في رصيده. في ضربة البداية لبطولة ودرع الدوري رقم 43. عقب نهاية اللقاء. وفوز النادي الاهلي على المقصة بسلاثة اهداف. مقابل اهداف. يسعدنا ان يكون معنا لكابتن سامي امصران. كابتن سامي مبروك على الفوز. فوز مهم جدا في البدايات. ودايما البدايات بتكون هي عنوان البطولة. وبتسهل عليك طريق البطولة. طبعا 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 متاحاتي طبعا لكابتن ايمن وديوفه. زي ما انت قلت البدايات مهمة جدا يعني. انت شايف الدوري بادي بقوي قوي جدا. كل الفرقة المساعدية كويس. كل الفرقة عندها دوافعة كبيرة سخوصة في الاول. باللاعب فرقة طبعا منظمة عندها مدير فاني على اهلا مستوى كابتن ايوجي لام المداربين المميزين جدا. اتفرجنا عليهم. عارفين ان اسلوب لعبهم. ممكن اشتغلنا كويس في شوت الاوليني وضغطنا كويس وقدرنا نسجل هدف من ضربة الجزاء. وعد كده جاءت لنا كذا فرصة. مستغلنا هاش كويس يعني. لكن نهينا برضو الشوت بهدف علينا يعني. لكن اعتقد الشوت التاني كان لأداء افضل. لسا حوز اكتر. تركزنا اكتر اللي احنا عندنا هدف اللازم نحققه. وده الحمد لله اللي حصل. التغييرات برضو اصرت معنا في شكل الفرق اول وفي شكل النتيجة. اعتقد الحمد لله بداية مبشرة وان شاء الله اللي جاي افضل بإذن الله. اعتقد سيناريو اللقاء وانا نتقدم بهدف فريق المقص يتعادل. وارجع مرة نفش التانية ان نتقدم بهدف التاني. دخلكوا بسرعة في اجواء البطولة. والمبرأة متحساش انها مباراة في بداية دوري. ما انت زي ما قلت لك الفرق كلها مستعدية استعداد كويس جدا يعني وطبعا صعوبة المباراة طبعا انت بتلعب قدام النادي الاهلي. كل الفرق بتعمل اقصى حاجة بنسبالها يعني لان عارف البطل دايما كل الناس بالتقاط قدام يعني. لكن الحمد لله بقول لك تاني الحمد لله البداية مطمئنة الحمد لله وان شاء الله ده ادأ ادأ انا عارف برضو لسه مصود ناصل المستوى اللي احنا عاوزينه. لكن يعني كل العزر اللعيبة طبعا انت بعد بطلتين كبار زي دوات زي بتروت افريقيا وكاس مصر اللي انت برضو عاوز محتاج اللي انت تترجع الدوافع تاني وترجع التركيز تاني فاعتقد الحمد لله دي خطوة كويسة وان شاء الله اللي جاي افضل بإذنه لاني. دورك ودورك كابتن سيد عبدالحفيز والمستر بيتسو مسماني مع اللعبين في تجديد الدوافع وحدك اتكلمت في نقطة في فغاية الاهمية. والنقطة المهمة كمان ان الاهلي بيحافظ على المعدل التهديف اننا دايما في اول عشر دقيق النادي الاهلي بيحرز هدف عملها النهاردة وعملها في اكتر من اللقاء. ده بيدل على معدل التركيز اللي بيبع عند لعب النادي الاهلي. طبعا الراجل بيشتغل على حاجات دي كتير وانت عارف ان النادي الاهلي دايما بيبص البطولات يعني حتى بعد ما بتاخد بطولة بتبص البطولة اللي بعدها وده اللي حصل لناه. يمكن زي ما قلت لك يعني البداية شوية اللي هي بعد بطولة كبيرة قرية زي بطولة افركة دي الغايبة بقالها فترة. بطولة الكاس مصر برضو غايبة بقالها فترة. فاللعيبة عملت مجهود بادن كبير وزهن كدير وكان عندهم ضغوط كبيرة. فالحمد الله واحدة واحدة يعني احنا مش مستعجلين وان شاء الله اللعيبة ترجع واحدة واحدة ونفس الاداء ونفس ال انا عارف ان النادي الاجبونادي اهلي بيحب الكرة الهجومية. احب الكرة كويسة. يمكن ان شو التين الحمد الله كانت شكل افضل. ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله في المبارات الجاية ان شاء الله تكون افضل وافضل. مكاسب متعددة الفريقين النادي الاهلي النهاردة محمد شريبي جربه في مركز رأس الحربة بلعب مبارا كبيرة. باكتسب عودة اليو ديانج من جديد لتشكيلة النادي الاهلي. السبات والانسجام اللي ما بين بدر بنون وايمن اشرف. وموجود معنا برضو رام ربيع ويسر ابراهيم. بس كل اللعيبة بالنسبة لنا. اللعيبة مهمة جدا يعني انت ممكن افتقدنا النهاردة مروان. النهاردة موجود محمد شريبي برضو بيقدي اداء كويس. والنهاردة عمل اداء كويس جدا. وكأحرص هذا في اعتقد مش عارف. حاسينه نحن في الملعب اللي هو هذا. بس مش عارف يعني في التلفزيون كان شكله ايه. النهاردة برضو ناصر قدي اداء كويس. لحد ما تصاب يعني ان شاء الله ربنا يسلمه وش فيه. دي انج انت عارف لسه راجع من كورونا مهم جدا اللي انت يرجع واحدة واحدة. اه صلاح محسن النهاردة برضو بيخش وعمل برضو اداء كويس في الفترات فترات اللي اللي عب فيها. جراردو نفس القصة بدر بنون زي ما تقلت وايمن. فكل الحمد لله ديت يعني ان شاء الله مع كل الماتشاط ان شاء الله اللي عيبها تخش ويبقى فيه منافسة كبيرة. وانت عارف طبعا الافضل اللي هو اللي هيبقى مستمر والافضل للفرق ان شاء الله اللي يتحقق ان شاء الله. شكرا كابتن سامي بتوفيف الموردر. شكرا محمد شكرا. كابتن ايمن داك اللقاءنا مع الكابتن سامي امصان عاقب بفوز النادي الاهلي على فريق مصر المقصة بسلسة اهداف مقابل الهدف. النادي الاهلي بيضع اول ثلاثة نقاط في رصيده للبطولة رقم تلاتة واربعين. مستمرين من هنا من ملعب الاهلي وي السلام وتقطيتها اجواء هذا اللقاء وفوز الاهلي على المقصة من جديد. تعود الكلمة لكابتن ايمن شوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا زميل فاروق صراحة كابنا على اتفضل كامل. زي بقول لك ايمن يعني سامي كان بتكلم عن البدايات. وما هو البدايات تبدأ اول ثلاث نقاط في مشوارك البطولة المحببة اليك. لكن دايما احنا هنا بنتكلم على الحاجة الكويسة حصلت ويمكن في بعض اخطاء بتمنى هي دايما تتعالج عشان توصل لمرحلة انك مش لك كمان فيش كاملة. لكن تترفع الاخطاء السهلة. مليجي نتكلم موقتها. لكن النهاردة الشوضة التاني انت عملت حاجة كويسة. تغطع فريقة مخصة. بدنيا زي ما كنت بتكلم عنها انت بدنيا احسن بكتير. المساحات اللي كانت موجودة في الشوط الاول استغلتها في الشوضة التاني. ايه. وتحاول تكسر شبكة الافصائت عملت. صحيح. كنت تشيف كان بتكلم عليها. الهدف التاني جيه. طريقة زكية شوية. يعني بالعوم شبكة في صحيح غريب جدا. تسلل غريب قوي. يعني اي حد الجاي من خلف الامام. اه دايما فاضي. مساحاتك الكتير قوي. اقدر اني عيبت اني يستغلوها في كرة محمد مجدي مع مع كهربا. لكن لازم اقول حاجة ان مش عيب انك تبدأ مش قوي. لكن الحلوة تنهم بورا وانت واقف على رجلي كواس قوي. قوي. انت متحكم في سير مباراة. شكل اللي عيبتك ان هما بدنان كواسين قوي. اه. برغم انهم ما خدوش فترات راحة خالص. خالص ما بقولك ايمن السبوعين اللي فاتوا كلهم كانت بطولات وفرحة بس ما فيش انت خدت مشها في يومين راحة ولا حاجة. ورجعت داخل على مسابقاته كلها. كله عايز يوقع على البطل طبعا. دي طبيعة. فانت انت بتلعب على دايما على حاجتين مهمين جدا لعيبت النادي الاهل طول عمرهم كده. تلعب على عايز تكسب بطولة. اي. والناس كلها عايزة توقعك. اي. طبيعي جدا الناس كلها عايزة تتوقع في النادي الاهلي. فدائما انت عندك هو ده ضغط اللي انت موجود فيه. اي. تكسب بطولة وتقدي كويس. والناس كلها عايزة تتوقع على النادي الاهلي. مع لش? مع الناس كلها مش حابة النادي الاهلي بوال بطل. صحيح. مش يعني مش صحيح. صحيح. اه. تأكيد. تأكيد لك علاقة الكلام بتاعك عمر الصليا. بالزرعة. الياقة البدنية. نحن شوفت عمر الصليا موجود فين وفين وفين وفين. كلهم يا كلهم يا شيف يعني حتى الجول التالت علي معلول عمله. عشو. حدف حلوة قوي. قوي يعني. شايف وبغصصه كرة مع مولا حلوة قوي. اللي مكمل عمر الصليا. يعني فيه. النهاردة ناصر ماري اخد فترة طويلة. يعني لاعب النهاردة شوية اعتقد كويسي. الناصر ماري اضافة كبيرة جدا. لعب ممتاز. اه محمد شريف هيبقى كويس. محمد شريف تجربت اعارته لو حصلت الامبي. زي ما كنا متكلفة في الاستوديو مع ايمن. فرقت معه. فرقت معه. دايما اللعيب المعاردة. دايما بفيه اعارة اللاعب. انت وزكائك او انت عايز ايه. فيه لعيب بتعمله اعارة بيرجع. انت بيبوص. لا. لا. انت ميبوصش عليه خلاص ايمن. لكن فيه لعيب بيستفد من اعارة كويس قوي. صح. كل رجعهم مثل المسلمان السنة دي. هو اكيد شوفهم كويس قوي واخد قرار صح. واحنا لو كنا بنتكلم كده. عمالنا وقالنا مين احسن الناس كانت موجودة في الاعارات الموسم السابق في الدورة الممتاز. مش هطلو عبر الناس اللي جات النادي الاهلي. نصبب. فهم طبعا يستحقوا رجاعوا النادي الاهلي. وزكاء منه. لان هتبقى فيهم نفسها خوية جدا 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 جدا. في الاماكن. وطول ما فيهم نفسها. انت تأكد ان شاء الله عندك فريق قوي جدا. طبعا اكيد طبعا. كابل سامة نقدر نقول بداية جيدة ومطمئنة. بالذات الشوط التاني. يعني مبروك طبعا للنادي الاهلي والجهاز وجماهير وكل الناس والعيبة طبعا قابلينا كلنا. اداء اختلف كتير اوي من الشوط الاولاني للتاني. يعني الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بداية اول خمس دايق معقولة جدا او عشر دايق. بعد كده انا قلت لك نقطتين تلاتة شوط الاولاني. يمكن ما تكلمناش باستفادة. لكن اتغيروا كتير اوي الشوط التاني. اولا بعد الهدف الاولاني الشوط الاولاني كان فيه هدوء كبير اوي. يتحس ان العملية بعد الجون انت بتلعب ايوة تلعب مستريح. مش عايز اقول استرخاء يعني. لغاية لما جبت المقصة ودخلوا في الماتش وناهوا وجابوا جونت عادل. الشوط التاني مختلف خالص. الشوط التاني يعتبر يعني على الشوط. الشوط التاني. بس حس كمان ان المقصة وقعوا بدنيا. ما صحيح مع علاقة اتكلم فيها نباين او الفروق البدنية بين العيبة الالو والمقصة. بس بخلاف كده البداية كانت فيها سرعة في الاداء. ايه. في نشاط من اللعيبة. في اسرار على المكسب ما كانش موجود الشوط الاولاني. واضح ان مستر مسماني اتدخل وقال حاجة بين الشوطين. اكيد. قاسيا. ويمكن انا قلت يمكن هو يستنى عشر داية ولا حاجة في الشوط التاني ويغير. لكن هو غير تغييره حلوة جدا بتاعت ناصر ماهر مكان طاهر. يعني نتمنى التوفيق لطاهر الفترات الجاية طبعا لسه بيدخل نفسه. لكن ناصر. وناصر ماهر كمان بالمناسبة عايزين نطم الناس ان هو راحل مستشفى دلوقتي علشان يعمل اشاعة على الكتف. اه. لما نزل ناصر مع تغير في سرعة الاداء من معلول من سلية من حمدي من قفشة حتى تحسن عن الشوط الاولاني اشتغلوا كويس جدا. وبقت فيه هجمات متتالية. النادي الاهلي كان ممكن يخلص الماتش اكتر من ثلاثة. يعني فرص كتيرة جدا. وطبعا لما نجي نتكلم عن الحالات. فيه فرص كانت ممكن تنتهي الاهداف بسهولة يعني. كهرباء اداء اتحسن وجاب طبعا جن جميل. فسرعة في الاداء مختلفة. الضغط مختلف. حتى انت تحس الشوط التاني ان المقصة بيقدوا بيكملوا الماتش وخلاص. ما فيش اي خطورة على الشناوي. ولا اي فيه مقاومة. يعني ما فيش مقاومة خالص. فسرعة في الاداء اختلفت. الضغط اختلف. الفرص اختلفت. الاستغلال بتاع الافصيد بقى تحسن الشوط التاني كتير. يعني حتى فيه كرة قبل الهدف التاني احنا شكين فيها. لما يجي كابتن ناصر. اللي هي بتاعت محمد شريف اول ديتين في الشوط. ففرق كبير اوي في الاداء الشوط التاني عن الشوط الاولاني. والنادي الاهلي طبعا استحق المكسب. وكان ممكن يضيف اهداف تاني. كابتن عادل. مبلوك النادي الاهلي. بداية موفقة. يعني لو قلنا النادي الاهلي بدأ الدوري بتلاتة نقاط مهمين جدا. لانه جاي بعد يمكن كابتن علاء الكلمة مهمة. جاي بعد اسبوعين فيهم فرحة. فراح. الحاجة التانية المهمة. بداية الدوري بيبقى دايما. بيبقى فيه شك عند اللاعبين في البداية. صح. او شدة البداية الاولانية بتبقى في الفرقة الاخرى. ولكن النهاردة انت اتصدامت مع فرقة. الصدام بتاعك كان مع فرقة. اه يمكن الكابتن اهاب جلال النهاردة لعب بدون وقاعية خالص. لعب بفرقته بطريقة لعب. لعب بطريقة لعب مع لعبته القديمة. وليس اللعبة الجديدة اللي عنده. اهاب جلال طريقة اللعبة دي كانت تناسب اوتشو وتناسب اللعبة الجندة اللي مشاها. او اللي المقصة مشيتها 12 اللعب او 13 اللعب مهم جدا. كانوا وقدروا يلعبوا بالطريقة دي. لكن اهاب جلال لعب بطريقة انه يلعب مفتوح قدام النادي الاهل بالطريقة دي. انه يلعب على الوف سايد اللي احنا كلمنا عليه. غريبا دي شوية انه يلعب بداية المباراة على مصير التسال. فهو بص يا كابتن اهاب جلال دائما بيعمل الرزق في المباراة الكبيرة. بقول لك هو الطبيعي ان الاهل يكسب. طبيعي انه يكسبك في اي وياخد منك التلاتة منتو. لكن مش الطبيعي ان انت تكسبه. او مش الطبيعي انك انت ممكن تعمل مباراة جمد عليه. وتهدده. فهو بيعمل بيلعب على دي. لانه الطبيعي ان الاهل خلاص ياخده التلاتة منتو. فبيلعب فيه رزق. ممكن يكسب. او بدليل ان هو لعب النادي الاهل اكتر من المرة. وكانت النتاج كانت بتبقى كبيرة لما بيقصد. لكن لما بيقدي اداء كويس بيقدر يحرج الاهلي. سخي برك انا كمدير فني لمصر المقصة. اول اي نادي يعني. البداية بتاعتي على ال اقل لازم مش انا نازل. و اه و اهل مثلا النادي الاهل حيكسابني حيكسابني. لا بالعكس. يعني اعتقد ان فكر ايهاب جلال النهاردة انه هو على ال اقل على ال اقل. لو طلع بنقطة دايب حاجة كويسة او. لا. ايهاب غير كده اكد. ايهاب جلال دائما بيلعب على المكسب. ويلعب في المبارات الكبيرة. فاكر ايهاب جلال لما مسك نادي الزمالك اول المباراة كان يلعب النادي الاهلي. اه. غير جميع اللعيبة. وغير جميع فرقته. ولعب بلعيبة اخرى. وخسر المباراة دي برقم كبير. هو بيعمل الرزق. دايما يعمل حتة الرزق في المباراة. يعني عنده الطموع. عنده الطموع. لأ. الطموع. طيب نستازمك كابتن عادل بعد ازنك. هنروح للمؤتمر الصحفي المستر نوسماني. وهنشوف هيقول ايه عن المباراة. وكما ايضا. هل هل؟ اول اينباه؟ على صلة الانباراة. هذا ماذا؟ امه؟ اثناء الحيطة. هو العودة. امه؟ كان هذا هو العندري. لا يوجد رؤية حقاً عن المساعدة أتمنى أن تفهم النتيجة نهائية متعكش تماماً سير مباراة كان ممكن نسجل أهداف كتير في مباراة اليوم الكثير من أهداف لاحظت لدينا فرص كتير للتعديف ما ترجمناهش الأهداف والتحديات الكبيرة بالنسبة للفريق في المحراجات المفروض لعيباتنا تتفرج على الفرص لأهضارتها خاصة في الشروط الأولاني لكن عندما يرون المفروض يتجعون مباراة يتجعون مباراة لأنهم يرونها ويقوموا بسرعة عندما يرونها، سيستصاروا لأنهم جاءت لهم ويأخذوا القارات الخطئة أخذوا القارات الخطئة في التسديد أو في تفنيش الهجمة عندما يجري ويسبق الكرة كان يروح بدري الفرص كان يصل بدري وكان يوقف بساطة التسلل لكننا نعلم أن هذه المفروض تبدأ في التسديد من الخطئة حكنا عرفين من الأول أن الفرق قد تحضر وبتبني هجمات من خطئة لأن المدرب بطاعتها متاعا مدرب محترم ومدرب كبير وبيبني كورة من خطئة بيبني هجمات من خطئة نحضر نتفرجنا عليهم وعملنا شغالنا حتى تفرجنا على المفروض وفي الأول 10 سنوات نقوم بتحضر 3 أو 4 مفروض في مفروض في مفروض في أول عشر دي نجاح نقطع ثلاثة أربعة كورة في منطقتهم في النص بتاعهم في النص بتاعنا في النص الدفاع بتاعهم وبعد ما قطعناها ماخدناش القارص صحيح أو باصين الباص المزبوط دي التحديد بالنسبة لها فترة جاية مفيش حاجة تانية مفروض نشتغل عليها فترة جاية باستثناء دي طب حمد نقلناش القارص بشكل كويس جدا وفي الأنبيان وفي الأنبيان يترجع على المتش المحل أداء بتاعه معنا وقره له على التابلت بعد المتش عملنا إيه؟ مش عملنا فلمباراة أربعة أدامانين في شجل اللي جوعي بتاعنا لا يكونوا متمركزين صح بس هنشتغل عادة إن شاء الله سجلنا ثلاث أهداف وهذا مهم جداً نكسبنا ثلاث نقط لأن أليو ديانج يأتي من الكورونا وليس مستعد ثلاث نقطة ثلاث نقطة و أيضاً حمدي يتعلم جيداً و حمدي فتح العب كويسة المتشات التي فاتت و الثلاث نقطة و الثلاث نقطة أنا أعلم أنك تحب أليو ديانج بشكل شخصي و عليك أن تكون أمنا مع العيب حمدي جاب جون حلو جداً في الكاس و الثلاث نقطة جون مهم جداً في المتش و أنا أعلم أنك تحب أليو ديانج مرة أولاً بس لا يمكنني اللعب كلهم أقومت بس أولاد بس أولاد اعتبر منا كيف تحب أليو ديانج مما بعد أن استعادة كيف تحب الأول تمصب أليو ديانج على تحب الأول كيف تحب الأول هل هذا ما يقوله؟ أو يقوله؟ أنا لا أعرف ما يقوله يقوله ما يقوله ما يقوله أنت متابع للتعليقات الناس فهيقول لك الجميل لي رأيها الواحد يحتم رأي جماهير ويقوله لديه 70 مليون ويقوله ما يقوله لو في مليون قاله وكما ترى التغيير كان بدري كانت متأخذ وبدري أعتقد 60 مليون تانين وفوضي مش هتفق مع الفرأي فرأي أمت على انتبه أمت على انتبه أيضا هذا هو انتبه وإنتبه يقول مرأيك يفكي طقل وتعالي يقري وتعالي إلى أنتبه لم نصف ومع تديدا وتبعيّل إلى مردود في تقييمه حالة اللعبة الزبنية والبدانية كان مرضوضاً في تقيمه حالة اللعبة الزبنية والبدانية فهي صحيح لم يعبنس بالطريقة فهي صحيح لخبرك لأننا لم نعبنس بطريقة فهي صحيح هنا كنت لم نعپن بالطريقة وهذا لذلك أقول أن الأشخاص الأشخاص الأخير لم يتحركوا صحيحاً سؤال صراح مفرّج كان بيسأل سؤال كان بيقول أنها كنت شفتك تلعب كرهات طويلة وكان البصوات كبننتقص لغاية ديئة 60 كبصوات طويلة وديئة 80 كنت تتنقل كرة بها تتنقل صح وتحط ثلاثة ورأة بدئة من ديئة 80 فأحمد مش بتعودين عليك تلعب بطريقة دي فرد قال له عندك حق صح أنا زي ما قلتاك الأربع الأودامين ما كنتش بتحركوا بالشكل كويس اللي أنا كنت منتظم منهم ما نقلناش كرة كتير لما جبنا طار بقى يشارك معنا ما كانش جاهز ما كانش بيلعب معنا وكانش معتاد عطاية لعبنا ما كانش عايف التحركات اللي بفعود للصح اللي بفعود بيعمل حسين الشاحات اللي بيلعب في مكانه كان بيعملها في خلال مبارات ما كانش يستواخد عليك ومحمد شريف النهاردة برده أول مرة يشارك معنا وهو ما لعبش وحش النهاردة بالنسبة لأول وشاكت لازم نديهم وقت اللعيباتي حتى تدخل في ناسيك الفريق وتتعود على العبا فهتاخد وقت شوية هتحتاج وقت شوية ترجمة نانسيك الفريق ترجمة نانسيك الفريق هو السؤال بس عشان برضو ما اسمعوش انه حقيق قلت انه بتتكلمت في اول مؤتبة عن اهضار الفورش الكتير اللاحت للفريق يا طه عشان انت بتلعبش براس حربة صريح فان بيود عليك بيقولك ان شريف جاب جون يعني مقتمش يحتسابه هدف حتى ستساله وبيلعب مركز دماء التاسع عزم حقيق قلت فيه كرة جاتلو برضو ما خدش قائر صحيح ما كان شاطر فيها ان هو يعني باصر الكرة بده ما يشوت كان ممكن يساجد جوهي النهاردة وكانت ساعتها حقيقة هتقول بقى عندنا ولاي فعلا بركز دماء تسعة كويس حسنا يعني سيد مان يكون سخاطر وبيش شاف فان الهدف مهمد شريف ممكن يشعيض ممتز يعمل مش عايز الكلفة اعتمنى اكون خطأ يعني اتمنى يكون رأيی علم وانا اشوفها بس اعتقد الفار النهاردة ضغت عيننا شوية كف مقدرش اشترك الفار لان الفار ساعات لي اوكي يبقى مصلحتنا احنا كفرقة القارات ممكن افصل احناها الاشتريف ده بتهاني محتاج ابص عليها مرجع تاني ان انا اشترك انها كانت هدف مش اوف سايد ما تقوله؟ لا افصلة شكرا 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 واضح ان مستر مسلماني راضي عن النتيجة ولكن كان يتمنى الافضل بالنسبة للأداء هنتكلم عن المؤتمر الصحفي واللي قاله مستر مسلماني مع ديوفنا الكرام ولكن بعد الفصل نرحب بكم مرة تانية اعزائي مشاهدين مقابل هدف كابتن سيد بداية مهمة بداية بتفرق فوز على فريق المقصة بثلاثة اهداف اعتقد بيدخلكم بسرعة في اجواء البطولة خاصة ان سيناريو المباراة نهاردة يعني راح وجيه اكتر من مرة الاهلي تقدم المقصة عادل لكن سيناريو اللقاء النادي الاهلي يدخل في اجواء البطولة سريعة الحمد لله طبعا يمكن بداية الدوري زمان انت اقولت كده وذكرت يعني وتبقى مهمة او ان انت تبقى تحصل فيها عدد من النقاط يعني الحمد لله طبعا يعني لكن في النهاية مبارا وعدت انتهت يعني فعايزين نبص على الفترة اللي جاية عندنا مرة المحلة يوم الجمعة ثم هنسافر في نفس اليوم بعد من الاستاد على طول على المطار عشان بداية المشهور الافريقي يعني الحمد لله طبعا يمكن الشيط الاول تعادلنا واحد واحد وبعدين الشيط التاني من اول دي او اول دقتين في الشيط التاني كان فيه كسافة هجومية وشارسة هجومية وده اللي كان مطلوب من الشيط الاول الحمد لله على كل شيء النهاردة مكاسب متعددة نقدر دول بدر بنون بيثبت اقدام وفي خطة فعندر الاهليم من اشرف مع ياسر برهيم هرام ربيع ايضا عودت اليو ديانج محمد شريف النهاردة في مركز الرأس الحربة مكاسب متعددة بجانب الثلاث نقاط طبعا انت بتلعب دوري والدوري يعني هتحتاج كل الناس وكل الناس هتاخد مشاركة وكل الناس هتبقى لها تواجد وكذا لكن في النفس الوقت يعني الفايصل طبعا في الملعب زي ما كان في زي ما انت ذكرتم مكاسب كويسة وعدد من اللعيبة بيشارك وكذا نهاردة كمان هنشوف ناصر مهرباني تبقى سليمة وبسيطة ان شاء الرحمن عندنا اقاية كمان هيغب بفترة من الصغيرة يعني ممكن من شهرين ونصر تلاتة زي ما بيبقى فيه ايجابيات اكيد بيبقى في مشوار الدوري في بعض الغيابات عشان كيا دايما بقول ان القيمة مهمة جدا جدا ان انت تتحضر الله كويس وتحضر بشكل كويس عدد من اللعيبة يكون قريبين جدا من بعض اللي قدر الله لما بتفقد واحد التاني بيبقى موجود بشكل اساسي ورئيسي ما بتحسش بالفرق عايزين نطمن الجمهير من زي ما حدك قلت على ناصر ماهر نطمن ايه الاصابة والنطمن الجمهير الندلالي واجاي برضو رئيس حدك توضح لنا لاني بعض المواقع وبعض الصحفين كتب ان هي اواطر اكيليس عايزين التوضيح الصحيح من حضرتك ابتان الناسيد ناصر دلوقتي راح نمستشفى يعني الحمدلله هي طبعا نفس الكتف اللي يتعور فيه في البطولة الافريقية الخاصة بمنتخب الولمبي فهنتشوف دلوقتي ان شاء الله رحمن في المستشفى رب ان شاء الله رحمن تبقى بسطة ما تبقاش جامدة ولا حاجة جوي هو عنده حاجة في الانكل مش مالاش علاقة خلاص بواطر اكيليس يعني مدة الغياب زي ما حداك وضحت هتبقى نشارين ونصر لثلاث شهور النهاردة بقى ننكلم على اللقاء وكلمنا عن المكاسب المتعددة الشوت الثاني مختلف تمام النادر الاهلي سيطرة ونصي الجيم راح اكتر من مرة ورغم كده النادر الاهلي قدر يحرز الهدفين كان فيه هدف كمان يعني ضرع حول شاك ان هو تم الغاله محمد شريف يعني مش عارف انا حاس انها مشوف صيد لكن طبعا حاسس بردو كده ولا شفتوها انا احساسي والله لسه مش فتواش خالص يعني بس احساس ان هي في اللحظة اللي بتتباص بيبقى الشريف قاطع ومدافع المقاسة بيطلع يعني لكن في النهاية الحمد لله طبعا النتيجة الحمد لله على الفوز زمن ارتلك مبارات مصر المقاسة دايما بتبقى صعبة معهم كابتنها بجلال بيحفز كويس قوي التحرقات والتمركز والطراء اللي هي بتبقى من تحت القدام يعني ضغطنا في اول 3-4 دقيقة قطعنا كورا وقدرنا ان احنا نجيب ضرب جزء عن طريق قهرابة وعلي معلول سددها لكن في النهاية زي ما قلت يعني دايما المبارات اللي بتبقى فيها رايحة وجاية كده مهم او اني انت تفرق بهدفين يعني بتدي لك مساحات اكتر بتدي لك فرص اكتر بيدي لك نوع من الارتيحية اكتر يعني قلت ما قولة شهيرة جدا يعني لخاصة تاريخ الناد الاهلي جمهور الناد الاهلي معرفش في عن الكورة جرحكتين المكسب والفوز ودي حاجة مهيبة جدا طبعا يعني ثقافة جمهور الناد الاهلي معرفة حتى في الوطن العربي كله وافريقيا دلوقتي كلها يعني انت دايما المباراة بتعدي بتتنسي عند الجمهور بتعند الجهاز وعند اللعيبة يعني النهاردة احنا اولادين نهاردة يعني مبارح طبعا الحمد لله رب عمين ربنا كرمنا ببطول افريقية وكاس مصر والدوري لكن النهاردة بتاع النهاردة يعني دايما انا بقول اللعيبة الفرق ما باللعيب والتاني طريقة التفكير ممكن يبقى فيه لعيبة رايبة جدا في القدرات والمهارات وكد لكن طريقة التفكير ده غير طريقة التفكير ده طريقة التفكير ده بتوصله لابعد نقطة من من عالم الشهرة والنجومية وطريقة التفكير التانية بتاخده لأقال شوية يعني كل ما تقدر تبعد عن المنافسة او تبعد عن في نفس الطريقة بتاعك لا ابعد لان انت هتحتاجه ده في يوم من الايام يعني حتى بعض الكرة بتستمد يعني مستمدين اسمنا من النادي الاهلي يعني وانت بتلعب في النادي الاهلي سواء كنت العيب او مسؤول فقوتك بتيجي من اسم الناديك يعني كابتن سيد مرحلة القادمة مرحلة صعبة عندنا مطشي المحلة ثم رحلة صفر إلى النيجر ثم مبرات الزمالي يعني لو حطتنا في صورة أكتر وقربتنا من تفاصيلات كواليس وآخر ترتبات رحلة صفر إلى النيجر يعني طبعا أنا متواصل مع السافرنا أساد سافرنا بالمك هناك وأنا عايزة طبعا أحجز حتى على حسابنا هو عدد الاستاذات هناك مش كتير فأنا مش عايزة البروتوكول أو الرولز الموجودة في التحاد الأفريق بتقولي أنه هو بيحضر لك الملعب أو بيبقى بتروح تلاقي ملعب هو اللي بيعده لك يعني لك في نفس الوقت أنا مش عايزة لأقدر لأي ملعب يعني مش على المستوى المنتظر أو اللي انت عايزه يعني فعايزين نحجز حتى لو استاد هناك يعني من من اللي استاد هي من اتنين استاد هناك واحدة يتلعب على اللقاء والتاني هيبقى إن شاء الله رحمنا هنحاول أن احنا نتمرن عليه حتى لو إحنا اللي هندفع التمنلجر ما فيش مشكلة فيها يعني المتواصلين طبعا معا محضر لنا الراجل عدد من القتلات اخترنا واحد خلاص ان شاء رحمنا بإذن الله هنسافر يوم الجمعة بالليل بعد مباراة غازل المحلة ان شاء رحمنا هنتوجه للمطار المباراة يوم 23 بتوقيت بتوقيت 23 فبراير التوقيت ساعة ثلاثة بتوقيتهم هناك يعني ساعة ثلاثة المباراة تقم تحكيم غاني ان شاء رحمنا برضو يكون كويس يعني بإذن الله أخيرا عايزة أختم حضرتك الكابتر محمود الخطيب يتكلم على ما يعني شكر الجهاز الفني وشكر اللعبيين ومجهودكم خلال الفترة اللي فاتت أعتقد رسالة من الكابتر محمود الخطيب لكل أفراد منظومة عمل الجايفاري الأول بالنادي له احنا ما فيش حد زي ما قلت قبل كده ما فيش حد بيبدأ من صفر في النادي الأهلي كلنا منكمل بعضه كلنا مقع على تواصل شديد جدا كل واحد له دوره كل واحد له اختصاصه لكن مهم هو ان احنا نساعد بعض يعني عشان تطلع صورة في الآخر يعني تلقيه باسم النادي الأهلي الحمد لله خلاص اللي فاتت عاد دول وبطولة وبطولتين وتلاتة واربعة وعشرة لكن في النهاية الناس هتحسبك في اللي جاي يعني لازم نركز كويس قوي بطولة الدورة هتبقى شارسة جدا السنة دي الواحد بيتابع كل المباراة تتلعب الحد لأتي تمن مباريات كلهم يعني أقوى من بعض حتى الفراء اللي طلعه سيراميكا والبنك الاهلي قدت مرضود طيب جدا جدا يعني سيراميكا بتلعب قدام الانتاج الحربي بشكل رائع جدا البنك الاهلي بيلعب قدام ودي داجلاشوت التاني رائع جدا فانت هتقابل منافسة شارسة جدا السنة دي الاتحاد وقوته المصري والاسماعيلي والمقاولين وامبي وسموحة فانت ندخل على دوري عنيف جدا وشارس جدا يعني لازم نحترم كل الناس ونقدر كل الناس ونعرف كويس قوي ان احنا داخلين على بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا وهي طبعا بطولة مهمة لجمهير النادي الاهلي شكرا كابتن سيد ونتملك توفيف مرتقة شكرا شكرا كابتن ايمن داك اللقاءنا مع الكابتن سيد عبدالحفيز اتكلمنا من خلاله على اهم النقاط في هذا اللقاء واتمننا ايضا من خلاله على صابت اللعب ناصر ماهر وان شاء الله يعني ناصر توجه للمستشفى يتم اجراء الفحوصات هينضميلي في هذه الاثناء واحد من نجوم المباراة وبعتبره ما نفزماتش واحد من نجوم الكبار كهرباء مبروك الفوز تلات نقاط مهمة جدا ومبروك الهدف وادأ اكثر مرة علاقة استحسان الجميع بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بشكرا طبعا كنا الجميل دوت ويمكن دي البداية يعني لنا كلنا والحمد للربنا كرمنا بمكسب النهاردة فأول ماتشنا في الدوري ويعني ان شاء الله دي البداية واللي جاي خيرك وقوله بإذن الله انا عايز اقول لك يا كهرباء يعني تميمت الحظ اما حيقول لي كهرباء هيجيب الجون ويعني هوا ما بيشجعش حد فرية الندل هيجر كهرباء لا لا انا عايز اقول لك الحاج لسه لسه لاتي بقول له ما سمعتش ايه سنعم شعملت شجعني لقلم انت بعد الجون لما جبت شجعتك لا حبيبي ده ده اخويا وحبيبي وصحبي يعني ودايما يعني قبل الماتش اكلمني يعني قال لي عايز اجي الماتش عشان هو بقله كذا ماتش كنا بيجيش فقلت له خلاص تعالى فرح اجيل ماتش ووش حلو عليها وعلينا كلنا الحمد لله انا عايز اقول لك وكهرباء ده على الدكة ينادي اه بتسوق يا مستر بو سيماني كهرباء اه وكهرباء موجود في الملعب ينادي على العيبة يلعاوه الكهرباء يعني هو بيشجع كهرباء حبيبي ده ده حبيبي وهو اصلا دايما كده على طول يعني بدايلي ودايما بادع للفريق كلنا انه هو اهلوي جدا واخوه يعني وصحبي ده كفاء بالنسبالي يعني وربنا يكرم في اللجاء ان شاء الله كده بإذن الله كلمك بقى على المباراة النهاردة مباراة صعبة جدا بلعب فريق المقصة البداية طبعا مهما طبعا متعودنا في النادي لانت واحد من الودي النادي لالي تربى من جدران النادي لالي بنقفل صفحة بنفتح صفحة تاني يوم المباراة مهما النهاردة تلات نقاط مهمة والبداية ده من بتفرق اي ممكن طبعا الحمد لله زي ما بلترك في او ربنا كرمنا بتلاتة هداف وكسيم تلاتة واحد يمكن او تعادلنا كان نتعادلين واحد واحد و بعد كده ربنا كرمنا بجنين يمكن البداية بتبقى دايما صاحبة يعني على الفرق كبيرة وطبعا الفريق المقص طبعا فريق محترم جدا وقدى مطش كواس جدا وطبعا نتعرف عندنا في النادي الاهلي يعني يعني خلاص نستينا بترد كلها بنركز في بنركز الدلوات في الدوري و بنركز في اللي جاي دايما فان شاء الله بإذن الله يعني المطشط اللي جاي تكون احسن وعسن في الأداء بإذن الله شوفنا شراسة هجومية في شوط اللقاء الثاني مستر بيتسو مسماني قال لكم ايه بن الشطين انا عارف ان هو قال كلام كتير من بن الشطين لا ممكن مستر المسلمين طبعا يعني حفزنا بنشتين وقالنا لعبوا لعبكم وان شاء الله تكسبوه ممكن قاعد يحافز كل عيب لوحده يعني فان شاء الله يعني بإذن الله كده تشوفوا فريق قوي وفريق آخر عن المشتر اللي فايدوا كلها بإذن الله فترة جاية كهرباء مقبلين على منافسات صعبة جدا عندنا دور أبطال أفريقيا وعندنا مواجهة مع المحلة ثم مبرى مع الزمالك عندنا بطلاق كتير ودايما في النادل هل أنتم مطالب بكل بطلاق تلعب فيها كابتن سيد كليه جملة شعيرة جمهور الأهلي ما عرفش عن الكورة غير أنها مكسب وفوس يمكن بحمد بحمد ربنا وشكوة طبعا أنا واحد من جمهور النادل أهلي يعني برضو احنا منعرفش فاعل خسارة يعني بأمانة وحتى اللعابة دي نتعاش حاجة اسمها خسارة يمكن بين الشوتين كل اللعابة داخلها متنشينا وزعلانة اللي احنا متعدلين والليس في 45 دقيقة فلا احنا منعرفش حاجة اسمها دي شخصية النادل أهلي وأي لعيب يدخل النادل أهلي بشخصيته ان هو عالمكس يعني بيكسب بس ويمكن بيت ربيط عليها من صغر يعني ودايما بنكسب يعني أنا أخيرا عايز أختم معاك لإني دايما بنقول على شخصية لعبت النادل أهلي وأخلاق لعبت النادل أهلي أمر ما بين محمد شريف أن نتكلم وإن نرفزت ملعب وأمر بيانتي كليك دور وكلام مع محمد شريف في هذا الأمر وتم احتواء الأمر أنتو كلاعبين مع بعض وتمان رفزت ملعب ما بتاخدش أكتر من كده لا طبيعي يعني عشان بس الموضوع ما يكبرش يعني ممكن دول زميلي وأخواتي وإحنا معرضين كلنا على فكرة المواقف دوت جوا الملعب لكن الحمد لله يعني أن بعد الجون السولية توجه لمحمد شريف وحمد شريف رح له ده دي خلال لعبت النادل أهلي وممكن بيخلط في ساعتها ومن وضوع أخيليتس أصلا في ساعتها عشان بس الموضوع ما يكبرش وفيش أي حاجة أصلا بينهم ويمكن المواقف اللي جاي كلها عمرها ما تتكرر لإن إحنا دايما بنتعلم الحاجات ديات يمكن هي بس تشدت ملعب لإن إحنا نبقى يعني كنا كسبانين وعايزين ندافع كويس وكيان ده كله فبتبقى شدة باللعيبة ففيش أي مشاكل أصلا فيها يعني متعودين على فكرة يعني المتمرين نفس الحكاية يعني هاخد نص المكافأة نهاردة؟ دمح كلهم مكافأة كلها أخويا نجمة قنابة بنت العيني أبني كنامه وبني وفقه ويقلعه ثلاثة بنت العيني حقه عامل الزاكوينيسا وعامل ماسكوينيس وبنت العيني قربة صحيح يقش بنتكب بسوء الله هني عمل الزاكوينيسا ويطلع فرم عيني بسوء الله أخويا حبيبي وشرفاتي قلونا حلو حلو استويت شرط ده جايوا منين بصراحة جايوا منين محمد أخويا والله وتعالي منين بقى منين حبيبي ربنا عفوزكم ألف أمريكي لجمهور النادي الأهلي كابتن أيمن دا كان لقاءنا مع الكابتن محمود عبد المنعم كارابا نجم النادي الأهلي وصاحب الهدف الثاني في مباراة كبيرة واحد من نجوم اللقاء مبروك يا كابتن أيمن ثلاثة نقاط مستحقة للنادي الأهلي بيضفهم في رصيده في أول ثلاثة نقاط لمشوار البطولة رقم 43 دي كانت كل كوالسنا من هنا من داخل ملعب الأهلي والسلام وفوز النادي الأهلي على فريق مصر المقصة بثلاثة أهداف مقابل أهدف من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكرام شكرا إنجازينا للزميل العزيز فاروق صلاح هنرجع نكمل كلامنا مع أنجمنا كبار ولكن بعد الفصل مرحب بيكم مرة تانية أعزائي مشاهدين وكابتن عدل كنا بنتكلم عن قبل 40 دقيقة تريباً كنا بنتكلم عن هاب جلال عن مقصة وبعد كده دخلنا على المؤتمر الصحفي للمسر المسلماني وهو الرجل كان الواقعي جداً في كلامه قال لك النتيجة اللي تعبر عن سير مبارا قال لك الفرص الضائعة وهدارها برضو كان لازم شوف لها حل هو قال كده وقال برضو الوقوف مسيط في سلل كانت نتيجة التسرع والاختيارات الخاطئة وتكلم عن الضغط في بداية المباراة ولكن بعض قطع الكرة كانت تصرف غير صحيح واتكلم عن تحركات المهاجمين في بعض الأوات كانت خاطئة يعني النهاردة كان النادر قال لي كان ممكن يعمل سكور كبير ومستر المسلماني قال كده كمان في الكلام بتاعه قال إننا عضعنا فرص كتير قوي ودي حقيقة يعني يمكن أنا عايز أقول لك يا فتن عيمان أنا قلت في الشروط الأولاني قلت لك إن مستر المسلماني لازم يشوف حل بعد أما بنحرز الهدف الأولاني بيبقى فيه ترخي شوية عند اللعيبة وكم من ضايع الفرصة الكبيرة قوي ودي تموح وبتبقى بتشتغل عليها نفسي كتير قوي إنك إنت إزاي تجيب جون إزاي تجيب التالت نفسي أتمنى حتى في لعيبة النادر قال إن هم ما يعرفوش يعني إين نتيجة مبراء أو بمعنى الأصح كان كم في مبراء ده البنالتي ده البنالتي وواضح إنه وبنالتي اتعاملت كويس من كهرباء إنه راح بلغة الكرة ضغط على الجون وضربوا في أعلانه وبنالتي يستاهلوا علي معلول بقى من الناس اللي بيغيروا كتير قوي في حتة الشوت البنالتي بتاعه ممكن بيأمل حاجلة أحيانا أحيانا نظرة عين بيروح أحيانا بيلعب على جسم الجون وأحيانا بيلعبها جامدة في مكان فعنده من التنوع كتير قوي علشان كده علي معلول تلاقيه نسبته ما شاء الله في التهديف في البنالتي نسبة تكات تكون كبيرة جدا يمكن على معلول ممكن يكون تصدم إنه واحدة بس طول البنالتي اللي لعبوا ولكن في الآخر كان في اللحظة دي المقصة كان زي ما أنا قلتك كلمتي يمكن انتقضت فرقة المقصة في الأمر ده بص الضغط هنا يا كابتن ده ضغط سلاسي لأن فرقة المقصة من الفرق أنا قلتلك كلمة يا كابتن أيمن وخلي بالك منها إيهاب جلال اللعب النهاردة بالمقصة كأنه عنده نفس لعبة الزمان لازم إيهاب يبقى وقعي لأن لعبة المقصة أقل جدا من الأول ممكن تعمل اللعبة ده مع فرقة زي الفرق الثانية غير النادي الأهلي النادي الأهلي ما ينفعش تلعب مع اللعبة ده لازم تكون متحفز معاه علشان كده النادي الأهلي النهاردة كان النتيجة الطبيعية كان لازم يكسب ستة سبعة ممكن نجيبها مرة تانية بعد إذنك من أيوان بدء أنا عايز أشوف البص الزيادة العددية للدفاع بتاع نادي مصر مقصة أه ما هو يا كابتن أنا عايز أقولك حاجة مهمة قوي يمكن ما فيه أحيانا لما امتعافش تطلع على الكرة سليمة ممكن تتخلى عن اللعبة ده وتلعب اللعبة طويل ليه؟ لأن الفرقة اللي قدامك عاملة ضغط كويس عايز تلعب الضغط اللي عاملها الفرقة اللي قدامك بالأخص إن فرقة كبيرة زي النادي الأهلي فأنت تلعب عليه طويلة؟ ناوف هنا عايز دقاف هنا أيوة طب ما هو يا كابتن بص كاب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة مقصة قدام تلاتة قدام تلاتة الدفاع يا كابتن في الكرة في الوقت ده ما بقاش بالعدد بقى بالتمالكوز الصحة زائد المراقبة الصحة زائد انت بتلعب على الأخطر أنا ممكن تلات مدافعين يوقفوا ست مهاجمين لو وقفوا كويس بالخطوات مسافاته مكويس حاجة عادل عادل لما توقفيها ومس باص وبتططع الكرة بيحصل حالة عشوائية بين التحركات كلها إذا كان بالنسبة للفرود أو بالنسبة للدفنس فإحنا مش هنقدر نحاسب في الكرة زي دي لما خلال المباراة كلها أنا ما ويتش شايف له شكل غير إنه بيلعب تلاتة أربعة تلاتة وطمعان حتى بعد الهدف في المباراة بصها كابتن شريف بصها كابتن أيمن دي مهمة جدا بص دي يا كابتن مهمة جدا الأمر ده وإنت بتعمل ناحية هجومية إزاي هتحولها دفاعية ولما بتعمل الدفاعية إزاي هتحولها هجومية هي دي كرة القدم في الوقت الآن كلامك في الكرة اللي فاتت دي هتحول ما بين الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع هنا الحتة بتاعة الدفاع دي اللي إحنا بديتكلم عنها يعني أنت هنا بص كله راجع من غير التمركز ولا شايفين حالك لا لا بص على كرة بس بيبص على كرة بس لون إن الكرة ترفعت مش صح كانت ممكن يبقى هدف محقق الحاجة الثانية المهمة أنت قعدت تقولي الوقت الشوت الأولاني ده يا جوان كتير جي عليك كرة ضربة حصل إيه إنه حصل إنه هم جابوا في الجون تلاقيك متعادل رغم فرقات الشوت الأولاني ما بين لعبة الأهل ولعبة المقصة ولكن طلع في الآخر إنك متعادل في المباراة يعني هذا مركز دفاعي جيد من عمر السلية في التزام للعيب الآلي أنا من أي مناشرة دي كورة اللي أنتو نويتو عنا يعني طبعا اتنين كورنرز اللي اتعاملوا الشوت الأولاني من المقصة واحدة خبطة في كترة لا الجون خبط في كترة وأنا بكلم على الأولانية لا أنا بكلم على الأولانية عدت بغرابة وكان ممكن أي حد من فرقة مقصة العابة كرة الثانية طبعا فيها توفيق كبير قوي كان أيمن أشرف مع مروان حمدي كورة ضربت في كتفو وراحت في الزاوية البعيدة طبعا دي فيها توفيق كبير لفرقة المقصة لأنه هو مش لعبها بدماغه دي خبطت في كتفو وراحت طبعا الكورة دي من برضو الكورة اللي تعملت كويس اتنقلت كويس أو النادي الأهلي بس لعبت المقصة بصوا كل اتجاه مع كورة شايفين لعبها كتير قوي حمر كانوا في أماكن مزبوطة بس ممكن نرجع للكورة دي تانية متعاري لو لو اتزبطت الكورة دي كان عالي معلول لوحده كان ممكن يجيب فيها نجي هدف دي نعود ده الهدف الأولين لا طبعا بص مأن أسما من بصوا هي تكملتها هدف يتيجني اتنقلت الكورة دي حلوة او من النادي الأهلي تناقلت كويس جدا صح ناصر عيمن أشرف من رؤيت وصف تحرك ناصر ناصر تحت الفرصة من كابتن إبراهيم اتعاملت كويس جون محمد شريف محمد شريف رايح يجيب جون معلول هنا لو جات له يبقى جون بس هي حصلها اقف السك تمركز بتاع لعبة المخاصر رغم أن عددهم كبير لكن كلهم عينهم على هاني هو بيرفع وحتى مجد أفشا وسع لهاني قال له لعبها للتحت لكن الميزة هي كملت بهدف جميل السلية شلها حلوة قوي الأفشا تصرف كويس قوي 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 أنه استلم من الكورة الأوليلة للنادي الأقلي العارف يضرب بمفسد سلل ولعبها هادية أو الكهرباء اللي هو شايف يعني كهرباء من مميزاته الكبيرة أنه ما بيتوترش قدام المرمى يعني من الناس اللي عندها ثقة وهو بيروح يتصرف على المرمى حتى ببطن رجله كويس ده الجول اللي جي فينا يا كبتونوس أنا أنا بقى هنا زي ما اتكلمت على الزيادة العددية لعيبة المقصة جوه الـ 18 ممكن نجيبها ثاني بعض إزدك نجيبها ثاني بعض إزدك بص كم واحد من الأهلي على كم واحد من مصر المقصة مصر المقصة ما بدأت العدد زيادة أو في الـ 1 2-3-4-5-6 لكن هي مشكلة الرجل اللي عامل جنبو ناطفو ده ملحيش الكورة وكورة جات في كتف المروان وحصده حلو انها راحت زيه البعيد اول الشناوي لكن هو دايما في حاجة ايبما الكورة او مطرفع لو انا مش هطلع ألعب الكورة دي مطلعش لكن هو لما طلع التأديل بتوقف خطأ جدا فما عد الكورة الكورة حتى مروان مش مهيئة نفس ما هو العب يعني بص هنا العدد العبت المخصة كتير على فاكرة نبص ثلاثة على واحد بنطو كويس ومروان بين بص ثلاثة اتنين نطو واحد مستني واللي ماسك مروان ما قادرش الكورة ان الكورة بص ايمن اللي خلت الكورة دي كلها تقبط في كسف مروان ان التأدير اللي فوق ده غلط مش عاب بدر بنول وايمن ممكن مؤمن اتنين التأدير نفسه غلط فالكورة نزلة بقول زي نقول ايمن هالصاحب يعني فيش حد يشاهد الكورة دي خالص الكورة دي نزلت لاول واحد مفاجئة حقا هي كابتن شريف كلها ده معدد كده ايمن اشتف اللي مع مروان يا كابتن علاء كويس مروان قبل مروان قبل ايمن لكن مروان مش راح لها بكورة مروان بيكمل بص هي يدوب بص ايمن اللي عمل كل ده التعادية دي بص التعادية دي بس ده محمد شريف كويس ممكن مش حتيته اشان كده التأيير بتاعها كل غلطات كويس هي عادة من شريف هو مروان مش راح لها هو مروان بس اللي نفعه انه هو وقت خاطه قبل ايمن فخبطت في كتفه يعني انا مقدرش هلوب ايمن لان الكورة دي لازم تطلع في زاوية القريبة دايما اكيد اي مدير فني والناس كلها اكيد عارفة وما في جهة كورة ثابتة دربة روكنية او فاول لحاجة بيثبت ناس دايما ايمن واحد على القريبة واحد بيبسك العرض القائم القريبة واحد على على عرض القريبة دي التأديق ده ده ما نطش كمان كمان بالضبط اللي هي اللي هو انا مريش جعوة اللي هو انا مريش جعوة كلها جات فيها جات جول وطبعا كانت مكتوب كتفوا واصلا تروح عند في ايد الشناوي لكن هي جات في كتفوا وروحت اخر حتة خالص بص هنا الملعب عامل ازاي والمساحات عاملة ازاي المساحات هنا يعني اللي انت عايز تعمله اعمله ده جول الثالث مشان كده بيست المسلماني كان قال سير مبروان ما يعبرش على النتيجة لانه فعلا نتيجة لو طبعية تعمل النهاردة صورة عالي جدا بص الهجمة دي كم لعب نادي الاهلي على كم واع بص يعني كده اربعة من لعبة النادي الاهلي بس بص الكرة دي من عالي معلول لا استنى بص على كم بتكلمها اليها اسامة بص على تمركس لعبة المخصة مربع اللي اقدر ده ومش عام حاجة مربع اللي اقدر ده كده كل بيبص على معلوله وبيلعب الكرة طب هي وكل بيش خش لوحدها يعني واضح ان في مشكلة في الحتة الدفاعية بلعبة المخصة لان الاهداف كلها اخطاء وقفة غلط زحمة زي ما كان اسامة بتكلمه وشريف ملاش اي لازمة الاهلي وتسبيل المساحات دي والحتة البدنية اللي تكلمنا عليها بص ان شاء الله ايه تنادي الاهلي يا ايمن عالي معلول مكمل بص ده في الديئة كام ده والكرة تلاعب ويعبص مين اللي مكمل بقى كمان عامر كمان مكمل بص ماشاء الله على جارة عامر بص بص عامر السورية بص في الوقت دي كمان بطوع مصر مخصة واقفين ازاي بص ما انا بقولك المربع يعني هم شايفينه الكرة يا شريف بص المربع الاخدر اللي واقف ده كله على عالي معلول واثنين يعني لو مرحتش للعامر السورية تقريباك لو ارادها مع محمد مجدي وفي واحد على 18 من لعبة المقصة مالوش دعوه بالحياة خالص فهي كلها كلها اخطاع وطفعية ما تنفعش عامر مع النادي الاهلي بيفكر يقولك كمان خلي بالك اتلغى احنا شكين في انه هو جولبرت اما بقى يجي كابتن اصرع بس اقول لنا بص يا كابتن ايمن في حاجة مهمة في الجون ده تمانية لعيبة لو رجع يا سمير اللعبة تاني والوقف اللي احنا وقفناها تمان لعيبة على كاما تمانية على خمسة الكرة اللي هي تيش خمسة اربعة 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 لا تمانية على خمسة وفي واحد متابع من بعيد ماشا انت فاهم كم لكن هنكمل دلوقتي هوريك حاجة مهمة اوي في لعيبة المقصة يعني انت مش المهم انك ترجع بالعدد الكافي تمان لعيبة رجعين انت فاهمني تمانية بحارس المرمى هورا الكرة ترفعت بص الاربع اللي واقفين دول وبص الاتنين اللي راحوا بعيد الحاجة المهمة انك انت في الدفاع ايه هورا لما انت بتخطأ كلعيب حارس المرمى بينبيها تحارس المرمى ما تكلمش يعني المفترض ان حارس المرمى لانه هو يمكن اللعيبة دي مش شايفة يمكن ما عندهاش خبرات يمكن شايفة كرة بس لكن انت كحارس مرمى انت اللي شايف ازاي ده عشان كده يقولك الحارس المرمى لما يتكلم اكتر هيلعب اقل بس اعايز اقولك الحاجة عادة كلنا اسنين على ان علي معلول لعب عشر على عشر تحرك السولية عشر على عشر دخول الكرة داخل منطقة الجزاء وتناول السولية ليها وبعتها في الجون عشر على عشر اه طبعا الديفنس ده مش هتحزبه على اتقان لعيب الالي او غير الالي يعني فيه هنا امتياز انا حزبه وقف الغلط بس فيه امتياز هنا فيه امتياز من فريق بيتحرك خدت بالك وعنده هدف عنده هدف انه ينفس حاجة بعينة ففيه الناحية دي وانت بتتفرج اه كلنا هناك وانحنا مع الكرة عادي نشوف الكرة هتنتهي فين انما اللي عمل كده كل مين اه علي معلول وعمر السولية وكان فيه اتنين كمان موجودين دول كانوا اوف سايد اصلا علي معلول شايف الكرة اللي سرق جول مين سولية سولية التحرك جات جدا الباص عشرة على عشرة مش كل حاجة خطأ الديفنس بس في الثانية ايه هي حارس المرمي يقول له والسولية وراه ما يلقى اهداف فيها بتبقى اتقان من من العلول اتقان من السولية في التحرك واخطاء من المدافعين هي فرق كبيرة دي فرق كبيرة يا شريف لما تعمل موقف خطأ زي كده مع نادي الاهل بنجوموا باللعيبة بمعلول بالدقة اللي في المنطقة الرد على طولها الكلام ده احنا نقول علينا يوم ما كنا باللعب فرق الاتحاد ولا مين اللي عمل علينا اه بتاعة سي سي احنا عدنا نصف ساعة بننكلم في الجنزة اه يتعمل علينا احنا احنا اللي نتكلم كده احنا اللي مينفعش خطة جنزة ده تفهمت عشان كده بطل اخطاءك تفعيه لعيلا جدا لكما بيجيلك موقف زي كده تفصغيله كويس اول انك عندك اللعيبة تقدر تعملها كده الكرة دي الكرة دي مسلا لو مش مع لعبة في مهارة لعبة النادي اهلي ممكن تنتهي هدف لا هل عندك حد معلول يعمل له كرة دي بص البص التكبيلها بص المنظر بص زيادة العزدين ايه بص يا كشيك ده اكنا في انت اكنا بزبط في التمرين بتعمل اربعة لاثنين بص اربعة من لعبة النادي اهلي مين صاحب هذا الشكل اللي هو بتاع مقصه اه طبعا ده اللي انا عايز اوصله معاك فيه لعب طريقة على فرقه اقل من امكانياتها فاتح مساحات بشكل غير عادي اه اقل من امكانياتها السنة اللي فاتت كان اقدر اقولك ان يقدر يعمل الاداء ده ويقدر يعمل المساحات دي كان لازم تتلعب بالعرض اه يمكن تتلعب بالعبشة زادت قوي زادت وضيع فرصة بس هو بس هو خلي بالك محمد شريف من الاول هو مفروض يروح يجيب جون يعني هو لما استلم استلم لبرا يعني هو كان ممكن يخش للعمق شوية ويجيب على طول هو بس بعد كده تصرف انه التصرف التاني لازم يروح عجون على طول يعني هو خدها السند برجل الشمال هو اعتقد انه كان لازم يمرر بالعرض ما كانش يديه الافشة كان لازم يأخذ سرعته ويكمل اول حاجه هو الخطأ منه في الاستلام لما مجد ابشة العبل السروح كان لازم يروح هو عجون على طوال بيشمل له بره دي غلطة الثانية اللي انت بتقول عليها يلعبها لكهربا من قدام من بدل ويسامة انت عارفة ويسامة محمد معاك انا معاك ان هو اخده غلط انت عافب ان هنا ان شريف لما كامل الكرة لازم احطها في الجول بردو لكن هقول لك حاجة محمد شريف مش عايز يبني ان هو اناني عايز يبقى يلعب اللي هو المضمون اول محمد شريف لو في امبي كراه عالكورة ويحطها في الجول لكن هو نوعا حمد شريف اشوال ولا بيلعب بيمين لا بيلعب بالاتنين زي بعض لا انهي اكتر بليمين هو بيجيد الشمال اكتر كلي بالك من دي مهمة اوي على صحيح ان مرنت وشوفها هو بيجيد الشمال اكتر هو لما راح الحتة دي عارف لو هون من ناحية تانية هيلعب على الجول هو عشان مش ضامن رجله اليمين اوي فحب يحطها في الاسهل وانه يرجع على الوقت اللي تحت على فكرة ممكن كمان يكون افشا راح بدري يعني راح لللاعب التاني بدري افشا كان ممكن يتأخر عشان تنزله عشان يحط وان تطش نتحلو بقى نروح لارقام المباراة ونشوف نسب الاستحواز نادي الاهلي نسبة الاستحواز 53 في المية ومصر المقصة 47 في المية التصويب على المرمة نادي الاهلي 7 من 14 مصر مقصة 1 من 4 اللقنيات نادي الاهلي 5 رقنيات مصر مقصة 4 التسلل وده اللي تكلم عليه مستر مسماني نادي الاهلي وقعت 8 مرات في مصرية التسلل ونحة التانية ما كانش فيه ولا تسلل على فريق مصر المقصة وعلى الشاشة هو الفرص على المرمة نادي الاهلي 10 3 مصر مقصة 1 من 1 فاخد القرات نادي الاهلي 69 وده نسبة كبيرة على الفكرة انت كنتوا عايزين تتكلموا عليها ومصر المقصة 76 لكن الدكتور احمد بيومي النهاردة عمل لنا شغل هايل ما شاء الله كيف نعلق الاستحواز كالعادة لصالح النادي الاهلي ولكن نسبة عالية جدا في الأخطاء تبريد الخاطئ والتسالة سيدك ما تتساله ده أكيد ممكن تتكلم عليه وتعالي مش كل فريق هتلعب وبيلعب بمصرات تساله ومصرات تساله مع أنها زي ما اتفقنا هي قديمة شوي لكن ممكن الكلام فيها بقى سهل أو ممكن تتضرب سهل زي ما حصل في شغل تاني لكن أنا دايما بركز على حيات انت التمريل الخاطئ ان هي كرة القدم كلها انت بتسلم وتستلم لما تتضع كرة وبتعمل ضغط كويس قوي وتتضع كرة وتساله مع غلط تاني بقى أنت رجعت فريق تاني في الحالة الدفاعية ده ما فيش فريق يحب يدفع أما خالص شاكية دايما المحاسبة تبقى من لعب نفسه مش 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 استنى حد يحاسبك انت تحاسب نفسك انت النهاردة أخطأت كم خطأ مش مجبر عليه هو أخطأ سهلة أخطأ سهلة دي لأ لازم تحاسبك عليها كويس قوي ولازم انت من غير ما حد يكلمك أو حتى موديل الفني تعرف انت أخطأت النهاردة كم خطأ وازاي تحسن موضوع الأخطاء دا إذا كنت كلما تقلق أخطأك بقى انت كل التمرات تفتح أنا جاي باللطة دي وكنت عايزة أشوف المهاجمين ماشي كمل 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 كلا عادة زيادة عددين مهاجمين من رادي الأهلي بس احنا وقفين بص التلاتة دول وقفين فادي والكرة برضو تلعبت بعيد أوه يعني هم التلاتة قوم ماشي المساحات قريبة قوي لازم التوزيع بيحسن من كده لكن هي كمان تلعبت على البعيدة قوي صحيح معين نرجع تاني معاليش رجع تاني رجع تاني يا سامين ومفضلك كمل 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 كمان 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 بس استنى هنا بس بص لازم حد يروح على الأولياء أولا أنا فاهم انه لازم التوزيع كده بس الكلم هنا الموقف دايما مثالي في حاجة كل المهاجمين بتوعك الراحين بشوه على الكول بص وقفت لعيبة مخاصة لازم واحد وقف على عينه ومش شايف يعني اللي قدام كهرباء ده مودي مش شايف كهرباء بص لكورة كوي آه ماشي لازم ده هو ده التحرك المثالي صح ان واحد قريبة واثنين قطعين في النص كويس قوي وواحد بياخد آخر كورة لو تحسوم اللي عدت ناس التنفيذ بس التنفيذ بقى لكن حتى بس هو التحرك اللي تعمل بالرسم هو ده المثال ده الصح بظبط آيمن ده موقف مثال للتحرك واحد بياخد على الراحلة صح طبعا واحدة على البعيدة قوي لازم اما يكون في زيادة زيادة عددية كده آيمن اعمل حساب الرجل اللي بيرفع كورة ده ان هي ممكن تبعد قوي بفي واحد تروح على الراحلة بفي واحد عشان كده بقولك لازم مهاجمينك في الصندوق صح واخدين كوري المساحة كلها صح تعسبا للكورة ده تروح فيهم بالزر وبعدين في نقطة يعني خلي الصورة زي ما هي دي مش مش مفروض من طاهر ان يعملها عالية لان المساحة في ظهر تفينس المقصة كل التمنتاشر هو عايزة على الارض يعني زي ما عارف ليه اسامة على الارض عارف ليه اسامة عشان طار مش شايف اه اه هو وطأ بص وضعه بلعب كورة كده مصبوط هو مش بص هنا اسامة هو طار مش شايف لكن لو طار شايف اللي بتكلم عن اليد طبعا تحركات حتى صح حاجة كلها اه دي كانت تتلعب جمدة على الارض من وراء الديفنس كده عند نقطة البنالت يعني في السرح ما شفش حد راح القريبة بصورة طوال مش بصورة لو لقى حد راح القريبة في التحرك والصف يعني طاهر لو لقى اللي واحد اللي قطع على العرض القريبة جارية كانت تتعامل على الارض لكن طاهر قال ايه لو عملت على الارض في الحتة دي المهاء المدافع بتاع المقصة الاولانية هيقطع فعاوز يعديها من وراء منفؤية فما عداش على الارض هو حاب يعديه منفؤية هي تلعت جامدة لكن الانتشار دايما زي ما سامير كان عامل الانتشار هنا الانتشار دائما بيحصل يا كابتل انت بتعمل انت الراجل اللي بيرفع الكورة مش سوبرمان قوي انه هو ممكن يشوف ويبص ويطلق على دماغك ده لعيب سوبر سوبر قوي يعني في المباريات اللعيبة ما بتبقاش بتوصل للدرجة دي من الاتقان لكن اللعيبة اللي بتعرف تتحرك جوه التمنتاشر لاني الكورة هتبقى جوه التمنتاشر في كم مكان لا بقى المكان ولا على الاي هو المفروض لا بقى اللعيب لكن احنا كابتل بص احسن واحد في مصر بيعمل الحاجات دي علي معلول علي معلول بيعرف امتى يحطها على الطالب وبيعرف امتى يشيلها تشيب خصوصا ما يكون عنده وقتة ويسام اه وامتى يحطها على بعيدة يعني زال هدف احنا الرابع انه يبقى الهدف سال هدف التالث الهدف التالث معلول شايف وعملها صح ببساطة هنا انا بص على اقرب واحد لي وعملها له برس كده نروح بس لزميننا فروح الصلاح يطمننا على حالة الكابتن ناصر ماهر كل التحية ليك يا كابتن عيم من كل التحية للضيوفك الكرام خلينا اطمنناك احنا متوجدين حاليا في المستشفى الموجود فيها كابتن ناصر ماهر وموجود معاه يعني كابتن سالح الحفيز والدكتور اسامة مصطفى اصابة ناصر ماهر عبارة عن خلق في الكتش وتم رد الكتش والتعامل معه بشكل سليم يعني الاصابة ان شاء الله انشاء الله انكلمنا مع الدكتور اسامة قال يعني هياخد وقترة بذيها قبل مرجع من ثلاث اسابيع لشهر بالكتير او ان شاء الله انت كنت معافل المستشفى يا فاروق ان حاليا المتوجدين معافل المستشفى كابتن عيم من اللقاء اللي بكلم حضرتك فيه موجود الكابتن سالح الحفيز وكان بعض من العبت النادي الاهلي عقب انتهاء اللقاء حضروا للمستشفى وتطمنوا عليه وهي حاليا لست متوجد نعال الكابتن سالح الحفيز والدكتور اسامة مصطفى يعني ده بعد نعمل الاشعة وده كلام نهائي بالضبط انا بكلم حضرتك حاليا وانا امام الغرفة اللي موجود فيها ناصر مهل فاروق الاصابة القديمة او حاجة تانى بالضبط يا كابتن عيم من نفس الاصابة اللي كانت موجودة اللي كانت اصاب فيها ناصر مع المنتخب الاولمبي في الزرع العشدر ان شاء الله باذن الله ربنا رجعونا بالسلامة ويرجع يكمل المسيرة مع زميله هنطلع لفاصل ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكمية ارجوكم انتظروا ونرحب لكم مرة تانية عزيزة مشاهدين ومعانا كابتن شريف تغييرات النهار التغييرات ناصر ماهر مكان طاهر محمد طار في دياه 46 دايت شوت التاني أليو ديانج مكان محمود كهربا في دياه 81 صلاح محسن مكان محمد شريف في دياه 81 برضو جرالدو مكان محمد مجدي أفشة في دياه 90 وتغيير التراري في الآخر أكرم توفيق مكان ناصر ماهر المصاب في دياه 93 على النحية التانية مصر مقصة عماد فتحي مكان مصطفى شبيطة في دياه 67 وسما العزب مكان حسني فتحي في دياه 67 يشام محمد مكان صلاح عشور في دياه 67 كابتن إيهاب جلال عمل ثلاث تغييرات مرة واحدة في دياه 67 وبعدين نزل شميل سبيكلي مكان مروان حمدي في دياه 82 وزياد أشرف مكان رجب عمران في دياه 83 وأحمد عبدالعزيز مودي في دياه 96 لا دا 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 انزار أحمد عزيز تكمل الماتش بس خد انزار دا الانزار رحيد في المباراة خده أحمد عبدالعزيز مودي بالنسبة للتغييرات تغييرات منطقية وفي أوقاتها بالنسبة لنادي الأهلي آه منطقية وبقى عنده مستر موسيماني شخصية تغيير في أي وقت ما بيستناش زي أي حد لما بنرجع في الهفتريم ويستنى عشر دقيقة أو ربع ساعة ويبتدي طعم الفريق بأي عنصر هو شايفه لا هو أي حد بيشوفه مش 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 قادر يعني مش مواكب الميكانيزم اللي هو والفكر اللي هو كنا بنكلم عليه النهاردة ان هو بيقدي اللي بيحلم به أي مدير فني على طول بيعمل حال التغيير والحقيقة بيبقى موافق كثيرا وفي كل الأوقات ان هو في اتخاذ هذا القرار ان هو بياخد التغييرات بيحصل تعديل في الملعب بيحصل حركة نشاط بيحصل واحد زي ناصر المال النهاردة بيضرب خطوط في الملعب بيعمل ببساط بيشوت على الجول يعني بتحس بيه ده على وقت اللي هو ندل فيه بغاية إصابته صلاح محسن مثلا ليه بعشر دقيق لما حسيت بيه في الملعب حسيت بأداء حسيت ممكن يجيب ضرب الجزاء ممكن كان يروح يجيب جول وعمل واحدة وكان يقدر يشوت فيه تغييرات بتبقى مسمرة مش في حالة مصر المقاصة النهاردة ان هما تعبوا او الحالة البدنية مش وقفين بالزبط او الشكل اللي هما بيلعبوا به الأداء اللي هما ما فيش احترام للنادي الاهلي وبيلعبوهم ثلاثة اربعة اثلاثة بشكل مفتوح خالص ان هو بيجاري النادي الاهلي مع فرق الامكانيات اللي موجودة هنا وهنا فيقدر اي مدير فني كان بيتمع نفسه مستر مسمان النهاردة هو بيتكلم في المؤتمر الصحفي بيقولك يعني انا النهاردة كان لازم يكون عندي شكل تاني فرص ثانية اهداف تانية الاهداف اللي جات دي كان فيه اهداف اسهل من كده روحنا على الجولة اربعة وكان عايز الافضل الافضل بيتمنى دايما ان هو بيبحث للابداع في الاداء وفي النتيجة هو ده اللي الناس كلها بتطلبه في اليومين دول بهذا الشكل احنا امتى هنتفرج على النادي الاهلي الباص التحضير السلوخ اه قدام التحركات اللعب اللي احنا كنا بنشوفه اداء بجانب الفولز اداء بسمة الراجل ده كمان احنا لما جبناها كنا بشايفينه وبيعملها بيتحرك ازاي مع سانداونز بيدي توجات ازاي العيبة اللي عنده بيستغلها ازاي كلها هو مازال بيبحث للمستوى الاول عنده لتثبيت التيم ونفس الشكل ان الخط المسابين احنا عندنا الاحتياطي اللي بيبقوا موجودين اللي هما بيخشوا فرقة ويطلعوا من الفرقة عشان المطشط الكتير اللي احنا بنتعرض لها اليومين اللي جايين دول هتخلص مطشي محلة ان شاء الله يوم الجمعة هتطلع على سافر على طول هتسافر على نايج مبارات 23 إن شاء الله يوم 23 ترجع تطلع على تطلع بالزمالك 28 جمالك يعني عندك بطلتين كمان دخين عليك اللي هم بتوع السوبر لسه ما تحددش هو في ربع الاول مش ده كان مفروض حيبقى لا لا بس ما تحددش اتحدد في الربع الاول ولا السوبر الماصري يتحدد السوبر الماصري بين الدورين لسه بعد نهاية الدور الاولين بعد نهاية الدور طب كويس يعني النهاردة انت زيبا محتاج كل اللعيبة دي هو النهاردة بيتفرج على اللعيبة دي فيه لعيب بينزل بيستغل الظروف اللي كانت موجودة في الملعب النهاردة فكل التغييرات اللي حصلتنا نهاردة طبعا مش هادلوا جيرالدو أو أقرم توفيق ماخدوش أي وقت من هما يعبروا عن نفسهم في هذا الشكل إنما مرس المسلماني واللعيبة كلها الحقيقة بتبحث لنفسها على الأداء دلوقتي واحنا معاهم الحقيقة واحنا لما بنقعد نحلل أو بنكلمين بنقعدين أحسن حاجة من 100% من بعدينهم 80% اتكلمنا النهاردة علاء وعادل وسمة قالوا إن الحالة البدنية عجباهم النهاردة شكل النهاردة السولية بيجري وبيقطع بيروح يجيب جوله وبعدين يرجع من الحالة دفاعية بسرعات متناهية أنا شايف مكدي أفشة ما زال هو علي معلول بيدونا السمة التقدم دايما وسمة الأداء المتميز ما تيجي تسألني مين النهاردة أحسن العيد في الملعب لا هنقولها في الآخرين مش أنا ما تيجي تسألني يعني هاختار لك اتنين ثلاثة مش هقول مين هقول اتنين ثلاثة علاءة مش مشكلة أنا مستعجل كيف نعلاق تغييرات منطقية؟ فيها منطقية وفيها اللي هو يعني اضطراري يعني زي ناصر اضطراري طبعا قالت يونج ممكن أكتر واحد أخد وقت شوية اللي تبقى له فترة كتير قوي بعيد طبيعي هو يبقى موجود للعشر دقيقة مش هيحصل حاجة على أساس دي أنجل من الأساسيات اللي عندك في الفريق فكان طبيعي جدا نهاردة يلعب حتى لو مجرد عشر دقيقة صلاح محس محمد شريف برضو الاثنين لسه بيتحساسوا ان هم يبقى موجودين مع فريق النادي الأهلي محمد شريف النهاردة أنا مجمع المبارلة للعبة والوقت اللي أبو كويس تحرك كويس السبب في الهدف الأول بتحرك كويس بتحركاته كويسة لسه بقى عايز حيثة الصخة لك هتعنده في ام بي ممكن شرح ان الهدف كان عادوا كنا عادوا نتكلم عليه الهدف اللي هو كان اللعبة بالعرض كان ممكن يقول له الجول لكن هي حيثة الصخة ايمن صح ومش عايز يبقى ان هو زي بقوله كده أناني شوية بقى ان عايز اقول له حاجة دايما الهداف يبقى عنده نوع من الألانية وكان في ام بي دي كان دايما كل تفكيره على الجول اعتقد مع النادي الاهلي انت هتلاقي نفسك كل خمس ايه عند الجول صح فلاني تبقى عندك شوية انا ليه بس انا ليه مقبولة ايه فده يعني اعجبنا انا محمد شريف صلاح محسن متوقع ان هو يتقلق استنادي في النادي الاهلي فترة اللعيبة بتفكى مع كابتن شريف صلاح من اللعيبة الخطر جدا وانا بتفكى معك خطر جدا مهارته كويسة سريعة جدا بكورة بيحب المساحات صح صلاح من الاكتر اللعيبة اللي ممكن تستغلوها ايما في المساحات ما يكون فريق عنده مساحات فائدة زي النهاردة صح يعني صلاح لو خد وقت اكتر اعتقد اخطرته كبيرة جدا نهاردة صحيح جيراردو تغييرها مكان ناصر مهر مصابه طبعا يعني الواحد زعناع عشان ناصر ان دايما ناصر اصاباته لا جيراردو مكان افشى او مكان افشى لكن انا متكلم عن ناصر اصاباته دايما كتير ربناش فيه ورجع ان شاء الله يا رب ان شاء الله جيراردو مكان محمد مجدي يعني تغييرها يعني يعني يبقى موجود في الملعب جيراردو لكن نفقاش اي حاجة لكن هو كل التغييرات كانت دايما ناصر مهر بسرعة كان بنشطين مكان طاهر وعلى فكر طاهر برضو طاهر من الناس انا متوقع لها ان شاء الله يبقى من الاساسيين اللي هم مؤسرين في الناد الاهلي لكن هو عايز فترة على اساس بس يتققل مع شكل وطريقة واللعيبة اللي جنبه دايما موجودين في الملعب كتب مستمع بالنسبة اللي انا كنت عزي تكلم على طاهر محمد طاهر وانت ممكن توقعت ان التغيير يعني بعد عشر دايق او رباس او حاجة زي كده البداية بتاع طاهر هو طاهر مفيش عليه كلام لعيب كويس جدا ولعيب كلنا مش مختلفين عليه ولكن احنا كنا نطمع من طاهر ببداية احسن من كده او افضل من كده شوية طاهر من اللعبة الجايدين وهو في المقاولين العرب كلنا بنقول كده وبنشيد بيه لكن مش كل الناس بتتأقلم مع الناد الاهلي بسرعة يعني فيه ناس بتتأقلم سريعا وفيه ناس تاخد وقت شوية فهو يمكن ده تلت ماتش ليه مع الناد الاهلي ماتشين ابتداهم طلاعي الجيش والنهارده وفيه ماتش كان نزله قبل طلاعي الجيش اعتقد الاتحاد فما تعتبرش فترة كافية انه انه لسه يعبر عن نفسه مية في المية يعني زي ما قلتلك فيه ناس بتبقى سريعا اكتر من كده يمكن الشوط الاولاني الماتش كان مقفول شوية اكتر رغم انه نارده اتفقنا كلنا ان فرية المقاص ويعت في اخطاء دفعية كتير جدا لكن معظم لعبت الناد الاهلي بعد العشر او السبع دائل الاولى الشوط الاولاني كان نايم يعني سواء من طاهر من قفشة من كهربا يمكن شريف كان بتحرك شوية علي معلو كان بتحرك شوية لكن معظم الناس كانت فيه هدوء زيادة فعشان كده انا قلت بداية الشوط التاني المستر المسلماني ممكن يدي عشر دقايق ولو الحالة استمرت بالخمول ده هيحصل تغييرات لكن هو عمل تغيير الطاهر طاهر من اللعبة كويسين لكن النهاردة يمكن ما كانش موفق او لكن مع الوقت ناصر ماهر بصراحة لما نزل تغييره كانت مهمة جدا وعمل شغل كويس رغم ان الناصر مش مكانه ناحية ليمين يعني هو لعب قدام دي الاصابه على الشاشة معانا اصابة ناصر مهر واع سند بييده الشمال على الارض هو اللي سند بييده ما كانش فيه حد مشارك معاه لا 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 ردت فوق دي كسر في الترقوة دي مش كان؟ ترقوة ولا يدي؟ اصابة قديمة اصلا ربنا طبعا يكشفه كتف بس هو ترد بيقوله ترد الكتف ايوا ايوا بس بيوسع المكان ده عاوز وقت عاوز عملية ممكن هو قبل كده كان عنده نفس الاصابة خلع في الكتف دائما الحتة دي بتبقى فيها اكتر كتل ما هو متختلف والله بعيدة عن الترقوة اه هي كابتن في المفصل نفسه يعني الله اعلم لكن انا في اكتر من اللعب كان بيجيله في المفصل فبيدخل على المفصل بيبقى سهل الخلع فاللي بيحصل بيحصل له عملية لتديق الغدروف نفسه علشان يرجع هو في المستشفى هو ربنا طبعا يشفي يعني ويرجعه دكتور خالد او الله ان شاء الله الموضوع يبقى بسيط ويرجع احسن من الاول بس هو ما فيش شك ان نزوله النهاردة كان مؤثر زي ما انا بقول رغم ان هو ما بيلعبش على الطار في اليمين لكن هو مثل المسلمين يحطوا على الطار في اليمين ايه ومجدي افشد احتراص الحربة بس كان بيخش للعمخ كتير واحيانا مجدي كان يتبادل وياخد المركز اللي هي الجناح اليمين قدام هاني لكن قده بشكل كويس وربنا يشفي ايه ويرجع يعني معافى ويرجع احسن من الاول يعني بالنسبة بإذن الله كابتن سادمة طيب بعد إذنك هنرجع لك مرة تانية بس هنروح للمستشفى وازملنا فاروق صلاح ومعاك كابتن سيد عبد الحفيز ويطمننا على حالة ناصر مهر من جديد بجدة تحية بكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادر الاهلي في كل مكان من هنا يعني عن امام المستشفى موجود فيها ناصر مهر لعب النادر الاهلي كانت كابتن سيد عبد الحفيز من وائل الناس которых سارع 제대로 حضور لله المستشفى عشان يتطمن على ناصر مهر ستغل وجود كابتن سادمة معنا وتطمن منه على ناصر مهر كابتن سيد طمننا وتطمن كل جماعير النادر الاهلي على حالة ناصر مهر يعني نحن نطمننا من حضرتكم للدكتور إسامن اللي حالة مطمنة فطمننا بشكل أكتر الحمد لله طبعا يعني خلاص وترد الكتف وبعد نعمل إشعار للإطمئنين أكتر يعني إن شاء الله رحمن وهيخرج دلوقتي إن شاء الله كابتن سيدي يعني مش جديدة دايما كنت حريصي أن أنت من أوائل الناس تكون موجود في المستشفى الحد دلوقتي يعني أنت موجود وأنا عارف أنه أنت اللعبة كلها بتتعامل معهم إخواتك وده اللي متعودين عليه العيبة كمان كلها كانت موجودة ده واحد زميلنا وزميلهم وأخوهم وفي نفس الوقت أنا بقول دايما يعني أنت بتتعامل كعائلة واحدة يعني فيه مهم جدا كل واحد يبقى له الدور بتاعه والاختصاص بتاعه لكن في النهاية أنت أسرة واحدة مدة الغياب لناصر مهر نحن نطمن عليه بس دلوقتي يخرج بالسلام إن شاء الله رحمن زي ما قلت لك هو ترد الكتف وهبيعمل إشاعة وإن شاء الله رحمن هيخرج دلوقتي على طول وبعدين نتكلم بقى في التفاصيل الصغارة دي إن شاء الله شكرا كابتن سيد وتمنى له كل السلام شكرا داك اللقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز نطمننا من خلاله على حالة ناصر مهر لعب النادي الآلي يعني خلال لحظاتها يكون معنا أيضا الدكتور أسامة مصطفى طبيب النادي الآلي هنطمن منه أكتر بشكل أكتر على حالة اللعب ناصر مهر من جديد تعود الكلمة لزمل أنا في الستوديو شكرا جزيلا الزمين العزيز فاروق صلاح كابتن سامة الإصابة بتاعة ناصر مهر يمكن دي متكررة ولكن لما الإصابة بتتكرر أكتر من مرة أعتقد بتبقى طبعا ناس بتتشافة إن شاء الله ربنا سهل ويرجع بإذن الله معافة سريعا ولكن بيبقى فيه حتة قلق لما اللعب يرجع بعد الإصابة طبيعي الإصابة لما بتبقى متكررة بتدايق اللعيب يعني تملي لما كنا نتصاب كنا نقول يا رب تكون في مكان تاني يعني مش مكان نفس مكان الإصابة القديمة لأي حتى لو شد مزبور يعني إن شاء الله يعني هتطمن عليهم من المستشفى ويرجع أحسن من الأول وهي مش موضوع خطير يعني هو بس عملية وقت يعني هو أنا أعتقد كمان أفتكر مؤمن زكريكا أنت مالي بيحصل عنده خلع في الكتف أكتر من مرة وكان بيلعب به على طول وكذا مرة تتخلع ونعملنا نرده له في الملعب لكن هو ناصر بقى نعرف بالزبط يعني إيه اللي حاصل عند الكتف يعني وإن شاء الله يا رب زي ما قلت لك يرجع أحسن من الأول بالنسبة للتغييرات التانية صلاح محسن وديانجل نزله في الديا واحد وتمانين يمكن هو مستر موسيماني بعد ما جبنا الجوني التاني غير الشكل كم سامة بعد يزدك معلش أطعك مرة تانية حنروح للمستشفى مرة تانية مع الدكتور أسامة مصطفى علشان يطمننا على حالة ناصر مهر من جديد بجدد التحية بكل مشاهدة ومتابع شاشة قناة نادر أهلي في كل مكان معنا في هذه الأثناء دكتور أسامة مصطفى طبيب النادر أهلي اللي هيطمننا بشكل أكبر على حالة ناصر مهر لعب النادر أهلي وكل الأمور الطبية اللي تمت مع ناصر مهر عاقب إصابته في مباراة الأهلي ومصر المقصة دكتور أسامة برحب حضرتك على شاشة قناة النادر أهلي طمننا وطمن كل جمائر النادر أهلي على إصابة ناصر مهر أرحب قناة النادر أهلي وبشكركم على اللقاء دوا والحمد لله رب العالمين بطمن كل جماهير النادر أهلي أن ناصر اتعرض لخلع في كتفه الأيصر ودي المرة الثانية كانت المرة الأولانية مع بداية تصفيات الأولمبياد مع كابتن جاو غريب في منتخب الشباب ودي المرة الثانية فالحمد لله تعذر علينا أن نرجعها في الملعب فأثرنا أن نحن نيجي إلى المستشفى وأن يأخذ مخدر والحمد لله رجع ردينا الخلع وحال أنه يخضع لعمل أشعاعات لأتمكنان على الواضح أخباره إن شاء الله موضوع أنه الخلع في نفس الكتف ده أكيد يا دكتور يعني يمكن يعمل مشكلة للناصر ولا بيتم التعامل معه أنه خلع جديد لا أما هو إحنا ده بقى يسمه خلع متكرر خلع متكرر يبقى محتاج فحوص ونبص نشوف الحفظة أخبارها إيه قال فيه أي تغيرات موجودة على مستوى الحفظة أو على مستوى عزام المفصل وكلام من ده وبنان عليه نبني خطة العلاج بعد كده إن شاء الله المدة الزمنية المقدرة لعودة ناصر مهر مرة ثانية على مستوى الخلع يبقى حوالي ثلاث أسابيع إن شاء الله ثلاث أسابيع حاليا يعني الفترة هيحتاج بقى فترة علاق طبيعي بعد الثلاث أسابيع ولا الأمر بيتم إزاي وحضرتك في الفترة دي نحن دايما بنشتغل مع بنسبت أو بنريح الجزء المصاب إنما باقية الأعضاء بتتحرك يعني إحنا هنسبت الكتف وإنما يبدأ يشتغل على رجليه ويشتغل علشان ما يفقدش الفيتنس بتاعه وإن شاء الله بعد الثلاث أسابيع بيبدأ يعمل شغل علاق طبيعي والكلام ده ولكن بيبقى مباردك موجود في الملعب بنلبسه زي حافز كده واقعي للكتفه وبيبقى موجود في الملعب بيبقى موجود في التدريبات ويعلي من الفيتنس بتاعه لحد ما الأمور بتابقى كويسة وعدين ينزل الملعب إن شاء الله شكل الإصابة كان يعني مرعب شوية الجامير كلها تخضت على ناصر مهر تعملت معها إزاي في أرض الملعب حاولت لا الحمد لله الحاجات دي قابلناها كتير يعني فقصة بسك منه مرتد يعني متكرر فأنا حاولت مرة والتانية ما جاش معايا فما أرضيتش أقرر التجربة وقلت أخد بقى مخدر والحمد لله ده اللي فكرنا فيه اللي مرتد حدت على خيب بفضل ده سبحانه وتعالي عايز أستغل وجود حضرتك معايا يا دكتور ونتكلم على أجاي يعني إصابة أجاي وكتادك كتير وكلام بكتير بيتقال وطر أكيليس مش وطر أكيليس كابتن سيد قال لنا مفيش الكلام دوت برضو حطينا في الصورة أكتر وطمننا كابتن سيد طمننا عايز نتبر برضو من خلال حضرتك الكلام كتير قوي 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 والاجتهادات كتيرة جدا جدا وما حدش عارف الصح فين المشكلة بتاعت كابتن أجاي ربنا يشفي إن شاء الله عنده خلع في الوطر الوحشي اللي هو خلف عظمة الشازية وده بسبب مشكلة في الرباط اللي بيسند وبيمنع التحرك بتاع هذا الوطر ويتعرض على أسات زيتنا وقرروا التدخل الجراحي إن شاء الله إن شاء الله نعمله غالبا خلال الفترة دي اللي احنا فيها الأسبوع ده إن شاء الله مدة غيابة جنيو راجعية غيابه إن شاء الله بتبقى تتروح ما بين شهرين ونص ثلاثة يعني تلاتة شهر يعني شاء الله تلاتة شهر ويبقى في الملعب بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله أشكر حضرتك ونتمنى السلام لكل لعابة نادي الأهلي يا رب العالمين أعمل شكر لكم جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى يقين شر الإصابات ومن على كل الناس بالصحة والعافية إن شاء الله شكرا أعزائي مشاهدنا وتابعي شاشة قناة النادي الأهلي ده كان استمرار لتغطيطنا لكواليس مباراة الأهلي ومصر المقصة وأيضا يعني حضرنا هنا هنا المستشفى الموجود فيه ناصر ماهر اللعب للنادي الأهلي يتطمننا من خلال الكابتن سيد عبد الحفيز وده كان لقاءنا الأخير مع دكتور أسامة مصطفى طبيب النادي الأهلي يتطمننا من خلاله على إصابة ناصر ماهر وإزاي تم التعامل معها وأيضا مدة عودته للملعب مدة غيابه عن الملعب وعودته للملعب وأيضا استغلينا وجوده معنا واتكلمنا على أصابة جونيور أجاييه وعودته من جديد إن شاء الله ولفترة زمانية المقدرة لغياب جونيور أجاييه من جديد تعود الكلمة لكل زملانة في الأستوديو شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح شكرنا كتير قوي النهاردة فاروق صلاح كان علينا فضلك من سما كم الكلام فلما نزل ديانج وصلاح مواصن وغير طريقة اللعب بقى ثلاثة ارتكاز بقى نلعب أربعة ثلاثة اتنين واحد بقى حمدي فاتحي وديانج والسولية في نص الملعب وأفشا وناصر مهر تحت صلاح مواصن وقدر السولية بعد التحرر شوية أكتر يجيب الجوني الثالث ده طبعا جرالدو أكرم توفيق زي ما شريف قالوا على أنه ما لحقوش يلعبه يعني بس فدي التغييرات الخامسة اللي حصلت لنا دي الأقل كابتن عادل عندنا من نجوم المباراة النهاردة محمد شريف علي معلول أفشا محمد شريف أرقامه لعب 82 دقيقة تمريراته الصحيحة 13 من 15 تصيب على المرمى واحد من واحد تمريرات بينية واحد من واحد رواغات صحيحة واحد من واحد علي معلول جايب جول وعمل جول تمريرات صحيحة 53 من 65 أكتر واحد قريبا في اللي بلعبه ولا مسكورة أو في التلاتة دول تمريرات بينية 4 من 7 قطع تمريرات 4 استخلاص كرة واحد من خمسة عرضيات 7 أفشا تمريرات صحيحة 42 من 53 تمريرات بينية صحيحة 2 من 5 تصويب على المرمى واحد من واحد لو اخترنا نجم ليه المباراة لازم التلاتة دول؟ نا اختر زي ما انت عايز السلية من وجهة نظر ليه؟ السلية من أكتر اللعبة اللي كان عاملين همزة وصلة ما بين نص الملعب والمهاجمين لما بتبقى انت أحيانا كتير قوي الفرقة ما بتبقاش كلها في حالتها الطبيعية انت بتختار اللعب اللي أكثر انتاجا انا شايف ان السلية أكثر انتاجا الجن التالت قابليها شاد كرة على الجن قابليها قطع كرة هجمة مرتدة كانت صعبة جدا بيروحوا بيرجع كتير قوي يمكن الجن اللي جابوا جن كواس قوي تحرك هاي اتلك المباراة عشان كنا انا بقولي ان السلية أفضل لعب في الاهلي النهاردة لما بيكون الأحوال مفيش لعب صارخ جدا انه هو أفضل لعب في الملعب فانا باخد الأفضل انتاجا هو السلية كابتن شريف انا عندي علي معلول وعايز اتكلم على محمول كهرابا النهاردة برضو محمول كهرابا النهاردة برضو عمل تحركات كتيرة جدا هددت فريق المقص عمل دخول في الـ 18 عمل هدف تاني تانية دينا الأسبقية في التسجيل حط كرة بشكل كويس قوي مع مجدي أفشة طبعا هو انا عشان كده قلتلك فيه ثلاثة عندي انا النهاردة باعتبرهم مجدي أفشة وعلي معلول وكهرابا اختار واحد اختار واحد يا كابتن اه مش اختار التلاتة اختار علي معلول اه علي معلول معنا على الشاشة هو أرقامه زي ما احنا قلناها قويس الحمد لله الشاشة كابتن علاء انا مش اختار تلاتة ولا اختار واحد هو علي معلول علي معلول با خيره الكلام مقال يعني ايه مش هتختار واحد ولا تلاتة انت قلت تلاتة وتوتين اهو واحد يا علي معلول كما انا رجعت قلت يا علي بعنول انت ماشي وراي دلوقتي بحالي معلوم دا انا وفرت عليك التفكير لا انا ما اخترت ثلاثة انا انا بركز ان هو علي معلوم مش عزم ثلاثة واربعه فين ايام ما كنا بنقول فرقة كلها يا سيدي ايام انا اقول ان شاء الله انا اقول زي شريف واقول ضد علبة فيه ثلاثة اربعة لا هو زي ما عادل قال مفيش حد صارخ النهاردة ان هو لكن في ناس كانت انتاجهم منهم علي معلول طبعا انه جايب جون الاولاني فتح لك بيه وعمل اسيست رائع بس انا عجبني جد النهاردة محمد شريف كاول تجربة لي مع نادي الالي انا شايف ان الجون اللي جابه من وجهة نظر الشخصية انه هدف اللي هو اللي اتلغى عامل الجون الاولاني شايته كويس وكهربة عمل البنالتي فانا عجبني برضو محمد شريف في مجمل اللقاء كاول لقاء لي يعني ولكن نجم براه وجهة نظرك وعلي معلول واعتقد ان علي معلول اكتر اللاعبين سباتا في الفترة الاخيرة للنادي الاهل مع عمر السلية طبعا ومع مجموعة كبيرة ولكن علي معلول بس هو يمكن فيه فترات اللي فيها شوية من كتر بيسافر تونس وبيلعبوا هنا مصدد او سبا مع انه كان قليل مش مستوى لعلي بس كنت تحس انه هو مميز يعني فيه واحد او سبا تحس انه هو علي اوي او تريد في الارض علي لا علي معلول مستوى علي اوي حتى لو بيقل لزينا بطفق بطفق معاك بتلاقي المستوى النتل ما تقولش وحش نتلل شوية لان جيبا من الاخر تلاتة عالي وواحد عمر صحيح بس عامل او مستوى الاسس اللي عملوا هنا هاي لهاي لهاي هاي بس انا عايز اقول لك حاجة على عمر السلية عمر فعلشان اللي بقى لازم ناخد بالنا منه عمر السلية بقاله بالظبط حوالي 12-13 مباراة للنادي الاهلي افضل لاعب في الفرقة من حيث التكتيك الروح كم الجر السبت في المستوى عمر السلية عمر السلية عمل موسم اقصر من رائع يمكن في المباراة الصعبة قوي لقيت عمر السلية تقدر تعتمد عليه ويقدر عمر السلية يعمل لك زيادة في وسلملعب علي معلول من اللعيب الجيدين جدا ولعيب كبير طبعا ولكن انا دائما بقول اللعيب اللي بلعب على الطرف وحتى في الحتة الدفاعية بيبقى مفتاح لعب ولكن اللعيب اللي بيبقى فوس الملعب بيبقى مفتاح لعب كتير من الاخر يا عالم عشان كده 3-3 علي 1-3 علي معلول 1-3 علي 3-3 علي معلول 1-3 علي وردو كان ليه انتهت طبعا سلية السنة صاحبين يا مننا اربعة دلوقتي اربعة علي ووحد سلية معلش علم الحركة بيقول في القرص هقولك حاجز يبقى يبقى أنا علي معلول معل طبعا تزاكي يا عادة أربعة علي معلول أنا أخدت السلية بكده عزائي المشاهدين بنصل لنهاية الستوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي هو مصر المقصة والتي انتهت بفوز النادي الأهلي في بداية مبارياته بالدولة العام 2021-23-1 ألف مبروك للنادي الأهلي بنشكر نجمنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم نشكرك دايما كابتن أيمن ألف مبروك الله يبريكيك كابتن علاء بيهوب كالعادة همتعتنا قر رضي خليك أيمن وألفille gelinaدي آهلي وإن شاء الله تبدأ موفق في دارهم يا رب إن شاء الله كابتن وساما همتعتنا شكرا لك ومزيد من الانتصارات إن شاء الله فيلسوفنا همتعتنا كابتن عادة مبروك بدايتنا المقويسة في أول فوز في الدوري ولله مهمة جدا إن شاء الله بالتوفيق دايما نادي الأهلي وألف ألف مبروك ودايما انتصارات من انتصار لانتصار إن شاء الله وبنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نرتقي بكم مرة أخرى والسودة التحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وعلاك تحياتي